السلام عليكم الله ورحمة الله وبركاته. نهارد ان شاء الله نكمل كلامنا في الكورس اللي هو او كل دي اننا مسمعات واحدة مرة لفقية تتكلمنا على شابتر ون الو انتروداكشن تو كومبيوتر بورجرامن. هارد ان شاء الله نتكلم على شابتر تو في بتاكست بوك بتاعنا الو انتروداكشن تو سي بلاس بلاس. النهاردة ان شاء الله هنتكلم على اي برنامج بكتبه بسي بلاس بلاس الاجزاء بتاعته ومعنى كل جزء ايه ويفيد في ايه واعمل ايه بي بالزبط. طيب ده طبعا زي ما حضراتكم شايفين اول ده علامة الكومنت ده بتاعمل زي الكومنت اللي حضراتكم بتكتبوه في بتاعت الفيسبوك بالزبط. اللي هو عبارة عن ايه تعليق على الحاجة دي. واحد بيشاير من زي ما لكو بوست ببتدي يكتب كومنت عليه اه والله ايه ده الصورة دي حلوة اه مش حلوة انا رأيه كزا انا موافق انا الفيسبوك او لو كنت طبعا اعمل او 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 فاكيد اي حد هيخش على الصفحة بتاعتك هيشوف الكومنت ده طيب الكومنت ده عندنا في البروجامنج اللي حضرتك بتكتبو بيعمل ايه بيبقى لي كنتا لي انا اه يعني ايه دي كنتا دي كنتا اذا بورجامر بتشوفو عشان بعد فترة ما تسيب البرنامج بتاعك ده او الكود اللي انت كتبته ده وديجي ترجع له تاني تفتكر البرنامج ده بيعمل ايه بالزبط البرنامج ده انا كنت اعمله ايه ماشي او طبعا الكومنت ده في من نوعين بيبقى كومنت جلوبال يعني عام على البرنامج كله على بعضه وفي كومنت لكل ايه لكل بارت في البروجام يعني ممكن حتى عامله لكل بسطر تمام او مجموعة سطور تمام طيب الكومنت ده زي محاضراتكم شاكين اه لو اعز اعمل كومنت على صلت الواحد بس بس بقوا بيه بدابل سلاش دابل سلاش طيب اول حاجة احنا اقول مرة نسمع عن السلاش دي لأ قلناها قبل كده في المحاضرة اللي فاتت صح فاكرين او نفتكر مع بعض على المرة اللي فاتت فرقنا بمنحة كدين اللي هو دي الاعلامة دي والاعلامة دي اتفقنا الاعلامة دي بنسميها ايه? فورد سلاش. صح? والاعلامة دي اسمها ايه? باكورد سلاش. صح? ولو حضرتك فاكر اني شبهتلك بايه بالبني ادم? تمام? اللي بيقع هو كان واقف كده في البداية مستقيم لما بيقع له قدام طبعا احنا بنكتب بالانجليزي يعني لما بيقع في الاتجاه ده في الديريكشن ده يبقى كده بيقع كانوا بوشوا بالفرانت بتاعته المقدمة بتاعته فبقى تسمعي ده مين ده السيمبل ده? هنا لا ده بيقع على ضهره. ليه? لان ايه? اعتبار برضو ان الشخص ده واقف كده في خط مستقيم او ويقع الناحية دي او في ده. فبقى اسمها ايه? قلنا دي لها استخدام ودي لها استخدام. دي الوحدة منها اللي اسمها او اختصارا هي معروفة باسم بس الوحدة ايوة بستخدمها فين? قلنا المرة اللي فاتت في الاوبريتوس. الاوبريتوس. الاوبريتوس دي اللي هي الايه? والن علامة مش فيه. اكي? ما الايه? علامة وعلامة سلاش ولا باك سلاش? لأ سلاش. طب الباك سلاش قلنا بنستخدمها في ايه فاكرين? اه في الفايل باس. اللي هو ايه الفايل باس? اللي هو مصاري الملف سي نقطتين باك سلاش وليس سلاش. ها? مسلا ايه? ويندوز. خلاص? مسلا عالي دوت تيكست. يبقى الملف ده موجود فين في الباس ده. اكي? طيب. نرجع لللي احنا كنا بنقوله من شوية. اللي هو بنتكلم بقى على بنشرح البرنامج بتاعنا. اول حاجة قبلتنا السيمبل ده. ده بقى اتنين منهم. ده سلاش ولا باك سلاش? هم? ده سلاش. حلوة قوي. اللي هو زي مين? ها? زي الباس ولا الديفجن? زي الديفجن. طيب. اول سؤال. ليه في دوبليكيشن? ليه ما اكتفاش بواحدة بس? طبعا السؤال باديه. واجبتو باديه. ليه? لانه لو كومبيلر شاف انك حضرتك عامل وان سيمبل من السلاش. هيعتابه على طول انه ديفيجن. ديفيجن ازاي? ديفيجن ازاي? فور ديفايد باي تو. which equal? ها? دي علامة الديفيجن. لكن الاول ما يشوف الكومبيلر تو او دابل سلاش يعرف على طول ده كومنت. يعني ايه كومنت? يعني تعليق. خاص بيه كابو الدراما على سطر الكود ده. الكومبيلر بيطنشه. يعني بيطنشه يعني ما بينفسي اي كود هنا ولا بيبص انت كاتب صح ولا سنتك صح ولا اي حاجة خالص. ماشي? كان هو شخص معني. شايف مش شايف اي حاجة انت كاتبها. طيب الكومنت ده الحقيقة فيه منه شكلين. على يعني حضرتك كتبت كود هكتب معلش امر. وطبعا كرش. المفروض يعني مش عارفيني الكلم ده دلوقتي كومنده بالس بلاس بلاس. كومنت اهو بكتب على السطر ده بيعمل ايه? والله ده المفروض الخاص او او اي كومنت. الكومبيلر هيشك على السنتكس بتاع ده لان ده الكود. ده ايه? الكود. المفروض بقى ان ايه? ان سي بلاس بلاس بلاس. لكن طبعا احنا بنتعلم ايه? الجزء ده بالنسباله سواب مش شايف. ومال ده خاص بيك انت فمش هيطنشه. مالوش دعو بالسبرينج مالوش دعو بسنتكس مالوش دعو باي حاجة. اول ما بيشوف مين? طب ينفع ابتديها من اول في السطر هنا في الكود. يعني ابتدي الكومنت هنا على عطود. مش لازم اكتب قبل مني كود. اه. تكتب على بتاعي. اوكي? تمام? طيب. ده لو عايز اعمل على سطر. طب لو اكتر من سطر بعمل ايه? بعمل ده برضو. ايه ده مفيش دابل? لا لا طب ما كده افتكي اه. عشان يحل البوبلم ده او الديليمة دي. اعمل ايه? الله الله الله. طب انا ممكن افتكر عظيم. بس لو سبقها السيمول ده. لو بقى مين سلاش يبقى اكيد دي مش الملتبليكيشن. اللي علامة الملتبليكيشن بتتم بقى من مين يعني وفاليو او زي معنا ععرف كبان شوية بلاش اكس نخليه مسلا ايه? ادي باريابل ستار بي. اكي? هو بقى لقى مين اللي قبل منه ده ابراند واللي بعد منه ابراند يبقى انت هتوصل مين? علامة الفي او الملتبليكيشن. لكن لقى قبله مين ها? لقى قبله سلاش. اكي? زي واحدة بس من الكمنت دي وستار. حضرتك تقدر تكتب اي سطر من الكود. زيز برجام از مش عارف اه فيه ديبلوب ده باري زي برجامر زي بروفيشنال زي كل اللي انت كل الزهات اللي انت عايزها. زي كليفر وان زي بست وان ان زي اوفر زي والد انت فهنا العزب كل السي في بتاعتك تكتبها. وما تنساش تقفل الكومنت ده. هقفله ازاي? في اي مكان ممكن تحط هنا. في ناس عشان الشكل ويبقى يعني منطقي او في نوع من السيمترية بتقوم اقفلها في سطر الواحد. انا عملت سطر فاضي هنا. يبقى قفله اقفله ازاي? اخر حاجة التالت بيها هي مين بستار يبقى تقفل بستار سلاش. وصلت يبقى افتحه بسلاش ستار واقفل بمين بستار سلاش واي لاين اوف اوف سنتنس هنا تكتبه ده بالنسبة للكومبيلر برضو كل ده ايه ده ايه ده? مش محتاج احط هنا خالص. خالص. كده عملت زي ايه بوس? كأنك مسلا يعني فتحت قوس كل يا جماعة اللي جاي ما بين القوسين ده كلام خاص بي اقلا من تأليفي. وصلت اللي لا? بس طبعا ما فيش هنا ايه الاقواز دي لها ده اللي انا معنا عنا بقى نشوفها ان شاء الله ما نيجي ندلس الاغريب. فاللي عايز تقول اي سطر من الكود في الكومنت بتفتح سلاش ثم الاستريك ثم بعد كده تقول اي اي لاينز انت عايزها اي كلام اي سنتنس وتقفل بيه بستار سلاش. في مشكلة في الكلام ده? طيب عظيمة. نرجع تاني البرزنتيش. ده اول بارد. اللي هو يعنيه كومنتي. بقى ده واشرح بس كومنت على وان لاين. يقول لك الكود اللي جاي ده هو كود مين بتاع سي بلاس بلاس طيب. قبل وقى ما نخوش في التفاصيل. تمام? تعالوا عوزين نجرب مع بعض نكتب كومنت. مشيل ده ومنون الشكل عام لكوه. الريكتانجل اللي انت اسمه ده. ده كده يا جماعة كأنه الكمبيلر بتاع اللي هكتب فيه. كل يركز معنا بسامحك. هكتبهاش اللي علامة الشباك. تمام? ثم عارفين لزن عندك عالكيبورد اللي هتتعمل بشفت مع زغار وار. تمام? ايه? بعد كده هتكتب اي او ستريم. تمام? احنا بقى كده ايه? دني هنديق معنا وحنا اوغي دي البورد واسعب. وهنكبل بتاع مشكلة الصفحة كبيرة. طبعا انا بحاول ان دي ايه? ده بالسكرينة بتاعكم باية. خلاص انا بقى تاني. اي او ستريم. سوري. اي او ستريم. ونقفل بمين جريتر زين. كان دول اقواص بتاعتي. جريتر زين ديت عندك عالكيبورد وشفت و ايه? وزين. طبعا. بعد كده بكتب ستيتمنت تانية. مستخدما النام. كلمة لبعضها. اللي اسمه اس تي دي. خلاص? ثم بعد كده. ثم مين. ثم افتح القوسين. لهم الكيرفي. ثم افتح اقواص بتاعة المجموعة اللي كلنا ندرسها زمانك في اليوم. وهكتب ايه يا شباب? ده واتنين لزين. ما بين اللي هو علامتها التنسيس. هكتب ايه? welcome welcome to c plus plus. هقفلنا. الدبل سيمي كولون. وهعمل هنا. system rules. system rules. طبعا دي ما بين دول كدشان عشان سيمي كولون. خلص البرنامج بداية. البرنامج ده بيكون كام statement او كام line statement يعني جملة ادي واحد. نين تلاتة اربعة قوز دي statement خمسة ستة سبعة. سبعة statement. فعلي انت لازم تبقى حافز خمسة منه. اي ما يجي قبل ما تقول ذات لا 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 بيعمل اي بقى ميكال كويت زي او في طي رانجل زي او في كزا. كل السيناريوهات اللي حضرتكوا هتسمعوها بعد كده دي. لازم احط الخمسة statement دول. فين بقى الخمسة statement لازم احفظهم زي اسمي? دي ده لاينا رقم واحد اتنين تلاتة القوز ده اربعة قفلة القوز ده خمسة. وما بين الاقواز ده variable يعني variable متغيين. لكن السوابط خمسة. خمسة statement. وطبعا الاقواز بتاعته وافتح قرص واقفل القرص. ايه بقى? ايه الاجزاء بتاع كل ايه برينامج من دول? يعني بسم الله الرحمن الرحيم هبتدي اكتب كول في قلب ساعة بيبقى في بعض الاحياء من المفيد ان احنا هنتاج بعض الكلمات الانجليزي العربي. يعني يشتمل على او يتضمن او يحتوي على. يعني بعد اذنك يمين يكون بايدا. احتويلي على او اشمال لي. مين? كل اللي موجودة ها? في اللايبيري فايل اسمه ايو سترين. مين 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 مين? ليبيري فايل اسمه ايو سترين. يعني ليبيري فايل اسمه ايو سترين. اي او سترين اي امبود او اوتبود. استرين معناه يا شباب قناة. كاني فتحت قناة اتصال ما بين الاي وال او. الاي اللي هي الامبود. الامبود. وال او اللي هو مين الاوت. ماش يا سيدي. يعني فتحت قناة اتصال ما بين الامبود والاوت. مش فاهمين حاجة. يعني حضرتك. دلوقتي مسلا اه زي ما خدت في المحاضرة اللي فاتت اللي هو ايه الكمبيوتر سيستم بالكمبيوتر سيستم بالكمبيوتر سيستم دي خدنا وخدنا 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 مين كم عدد كانوا كتير وكام عدد برضه كتير لكن في واحد من الديفايس بتاعت الامبوت واحد من الديفايس بتاعت الاسم الستاندرد يعني يه الستاندرد مسألك الستاندرد امبوت ديفايس للبي سي بتاعك ايه هو هو الستاندرد امبوت هو مين الكيبورد طب ويه الستاندرد امبوت ديفايس يعني الديفولت يعني اما عاوز عرض نتائج عرض صور عرض على مين عالسكريم الله هو انت ممكن تلعب في الستاندرد ده اي يعني ما تخله مش تلعب يعني تقول دي بحاجة تانية. لا. يعني ما تطلعش بتاعك على الديفولت اللي هو الستاندار دي. ممكن تطلع على مين? على تحط بتاعتك. تحط بتاعتك على مين? على 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 اي حاجة. وصلت. دول كده كل اللي انا قلتها دي مش الستاندار ده مان الستاندار ده مين هول سكرين او ديسبلين. كزلك الامبود بتاعك ممكن تاخده منوين مشارة الكيبورد. ماوس كليك ماوس تارش سكرين. آآ جويستيك. كل الحاجات دي ممكن يبقى بويس او مو صوتية. كأزا امبوت. لكن الديفولت امبوت ديفايس هو مين الكيبورد. فكل البرجامج اللي انتش بتشتغل على الطول ديفولت صدورة. فلازم تعالكم زي اسمه. يبقى الديفولت امبوت ديفايس الكيبورد. وهي الديفولت او امبوت ديفايس هو مين السكرين او المونيتر او الدسبليج. ماشي? وده يفرق معي اهي يفرق معي. ازاي? اعلقته باب اول سطح. هاش اللي هو بداية الكود بتاعي. انكله لو سمحت احتويلي او الكود اللي انا هكتبه. اللي هو الفايل ده. لكل الاوامل اللي موجودة في الهيدر فايل او اللي اسمه. ليه بنسميه هيدر فايل? وليه بنسميه ساعات اللي هو كلمة معا شباب? زي ما قلت لك امبوت او معناها ان هو بيفتح فانات للامبوت والاو. فعلي هتلاقي في فايل اسمه ايه ده ايه ده ايه ده? في فايل فعلا بالاسم ده اه ودوت اتش. دوت اتش يعني ايه دوت اتش? اتش ده دوت ما اقول دوت حاجة يا شباب وبعدين دوت ده معنى ايه? دوت ده معنى يعني انتداد الملف. امتداد الملف ده بيفرق معي في ايه? بيه حتة على جنب الهاش دعوة من البرجامل. الاكستنشن بتاع الفايل ممكن يبقى كاراكتر واحدة. بعد الدوت. او اتنين كاراكتر. او تلاتة كاراكتر. او ساعات اربعة كاراكتر. كل ده اسمه فايل اكستنشن. او فايل اكستنشن. ده يفيدني في ايه? حاجة ده مش يفيد حضرتك كبوكرامل. ما اللي يفيد مين? يفيده. مين? او يفيده في ايه? انه يعرف هذا الفايلز انه قدام الملفات يفتحه بانهي برنامج عنده. مش تفاهمين حاجة. ما سألتش نفسك حضرتك ان ما بقى معك مثلا فايل زي ده علي دوت دوك. او دوكس. ارص بنفس الاسم. ما اول ما بتشوف الملف ده بتعرف على طول ايه? ده ملف كتابة. ده ملف وورد. ايه وورد ده? ده برنامج وورد بتاع مايكروسوفت. ايه يعني تفتح فيه? برنامج وورد مايكروسوفت وورد. شايف? فيهيه من فايل ده? بلاش. اما تشوف فايل ايا كان اسمه دوت ام بي سري. اعطولي ده ملف اغاني. طبعا ده مش شرط يكون اغنيا ممكن عليك وانك ايه ممكن يكون صور تسجيل ليه حضرتك. يبقى الخلاصة ده ايه? طب الساوند فايل بقى بيتفتح بيه? انا كاو اس وهتفر بقى ويندوز ماك لينكس. بشوف انت مسطب ايه عندك من السوفتويرز اللي بتتعامل مع الساوند فايل وبشغله لك عن طريق. فهمنا الفايل ايه? اه طب ايه علاقته بالكلام ده? ايوة. الدوت اتش دي اختصار لكلمة وهيدر. وهيدر دي جاي من هيد يعني راس. راس? واحنا داخلين في مصمة راس ورجلين. لا 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 لا. هيدر فايل معناه مين? معناه ان الملف ده الملف اللي اسمه ايو سترين ده ميلو? هننزل شوية. له وجود فيزيكا مع الهارد ديسك بيتسارق مع الكمبيلر. خلاص? وفي اكوابت. وفي ايه? اكوابت. اللي هي اوامر. اللي هي فانكشنز. خاصة بمين? كل العمليات اللي خاصة بالاي وبالاو. ايه الاي وبالاو? الاي معناها بالاو. والاو معناها مين بالاو? وصلت المعلومة دي. خلاص? وفيه فايل تاني موجودة على الهارد. بينزل مع الكمبيلر. اسمه مالو ده برضو هي دوت اتش. مالو فيه كل الاوامر الخاصة بتتعمل مع الماسيماتيكس. خلاص? وفي فايل تالت نركز معي اسمه ايه? مسلا دوت اتش. ده بيتعمل مع ايه? مع كل الحاجات اللي خاصة بالاسترينجس. الاسترينجس دي. اللي هي ما بين دول كوتيشن. زي تقدر تجيب ايه? فيه مسلا دلة او امر يقدر يحسب لك عدد الكاركترز اللي في الاسترينج دي. يقدر مسلا يعمل لك يبقى عندك اتنين استرينج يلحمهم في بعض. كل الاوامر دي موجودة هنا? اه عايز تقول لنا ايه? عايز اقول لحضرتك ان في فولدر فولدر او ما معنى اصح صف فولدر اسمه انكلود يعني انا معا. اسمه ايه? ركز 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 انكلود. كلمة دي رفناها فين? ايوة اطلع تاني من الكود اهي اهي بعد الهيش هاش انكلود. صف فولدر اسمه انكلود? ايوة. الصف فولدر ده موجود فيه عدد لا بأسة به من الهيدر فايلز. قدي ايه? كتابة. احد الاكزامبلز بتاعة الهيدر فايلز دي. الاي او سترين. الماس دوت اتش هونيو دوت اتش سترينج دوت اتش واخرون. كتير قوي. طب ايه دول? ايه ايه الملفات دي? يطلق على كل واحد فيهم كل واحد مش كلهم على بعد يا جماعة. ايه? ملف المكتبة او بيطلق عليه هيدر فايل. طيب هيدر فايل فايل فهمناه. عشان اخيرهم كلهم دوت اتش دوت اتش. دوت اتش دي اول كلمة من هيدر ماشي. طيب اكتر من ايه? من امر. يعني اكتر من امر? هفاهمها لك دلوقتي. كل واحد من دول فيهم مجموعة كل واحد من دول في مجموعة اوامر. طب الاوامر اللي مرتبطة مع بعضها بتعمل عملية معينة. اتجمعت في هيدر فايل وتسمى باسم بيعبر عنه. مش فاهمين حاجة. يعني كل مجموعة الدول والاوامر. الخاصة بعمليات اللي هو ريدنج من اليوزر او برينتنج لليوزر ايوة عمليات الاي او. اتجمعت في فايل واحد اسمه ايو سترين. اه يعني عشان اقرأ اه موجودة في الايو سترين هنا. تمام? يعني عشان اطبع اه اي رسالة او رقم اليوزر هستخدم او امر ملقاو من هنا. تمام. زي نفس الكلام يا جماعة بالنسبة لمن? للسي ماس. سي ماس من اسمها ماس يعني رياضة. تمام? يبقى فيها كل الاوامر والفاونشنز الخاصة بمين بالحاجات بتاع الناس? زي ايه بدينا مثال? زي دلة الساين او الكوزين او التان او الباو الليها باور. او الاسي كورا تي اسي كورا رون. كل مجموعة الاوامر دي اجملناها بتعمل حاجات خاصة بالماس جمعناها في فايل واحد وسمينا ايه? سي ماس. وعشان كده اطلق على كل ملف من دول ايه? لايباري فايل او ايه? او هيدر فايل. هيدر ايه? انت جاست? بتعمله فين? في اول سطر هنا ايه? هاشم كدود. كأنه ده امر منك انت كبرجرامر من مين للكمبيلر. بتقول للكمبيلر ايوه اعمل لي انكدود للي باقي فايل ده. ليه? هواي? 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 حضرتك عملت او كتبت السطر ده. عشان انت على الاقل ممكن تستخدم او هتستخدم اعرف دي. او مين من الفايل ده? ايه ده ايه ده? يعني لو هستخدم واحدة او اتنين او اكتر اقل لازم انكدود الفايل كله على بعضه? نعم. الهيدر فايل ده ايوه? يعني لازم تعمل لي ده? عشان كله ده ايوه? ايوه? طيب. ده اي بقى? ده كده السطر ده يا جماعة? لمعلوماتكم? يسمى ويارد تحفظوا الاسماء دي كويس عشان بترفيه في الانترفيو. ايوه? اسمه ايه او السطر ده? داي ريكتيف كود. يعني كود موجه داي ريكتيف جاية من داي ريكتيف بتوجه اه بتوجه بتوجه كومبيلر انه يفتح الساب فولدر الساب فولدر اللي عنده الاسمه انكلود عشان كده بنكتب الكماند ده ويدور على الهيدر فايل او اللي بالاسم اللي انت حطو طوله ما بين الزان والجريتر زان ايوه? ويعمل ايه? بص 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 بص. ويكوبي اند بيست كوبي اند بيست اه يكوبي كل الكنتنت ده. كوبي كل الكنتنت ده ويقع فين? بص 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 بص. ها? علش الدنيا طولت شوية. هنسيه. ايوه ايه? هيوه. يشيل السطر ده ويحط كل السطور اللي في الفايل اللي تحت. ايه? يشيل سطر. يعني انا كده ابت سطر. هيبليسه باكتر بالفايل كله? نعم. ليه? عشان يبقى ready. ده مين? ده الكمبيلر. ان حضرتك لو استخدمت جوه المين في المكان ده. يا سطر يا اكتر من يا كوماند يا اكتر من كوماند او يا فانشن يا اكتر من فانشن من اللي موجودين هنا. يبقى عيفون كلهم. وصلت الليلة دي. تمام? معي. زي مثلا اما توح اي ريستو او كافي خلاص? تطلب منه ايه? لو سمحت المينيو بتاعتك. فتقول ايوة لو سمحت انا عايز الصنف اكس صنف واي انزلت. ايوة لو سمحت. يقول لك ايه? ايوة اكس واي مش موجودين. ازاي? معلش ما معناش نجيبه. فتقوم انت ردد ككاستمر او ككونسيومر عنده. طب لو سمحت ابو عامله افضلت للمينيو بتاعتك. طب ما بتجيبهوه مش تاني. وصلت الليلة دي. فهي دي الفكرة. دلوقتي حضرتك فيه احتمال انك تستخدم يا فانكشن. يا دلة يا اكتر من دلة جول من هنا. تستخدمها ازاي? هنشوف الكلام ده دلوقتي. فعشان كده بتعمل ايه? بتعمل هاشم قدود لكل الدول دي. وصلت? طيب. نكمل نكمل. ايوة. طيب. عشان بس الناس تبقى فاهمة ايه الفانكشن او الكوماند هو ده. كوماند زي ده. لو سي قوت اتنين لزان. ولكم تو سي بلاس بلاس. هنتكلم على ده. السطرة ده دلوقتي. وان احنا المفروض نمشي بالترتيب معلش. اول دايما برنامج بنتعلمه في اي لغة برمجة بايسون سي بلاس بلاس اي حاجة من اللغات دي. هو ايه? ان احنا نقول ايه? الهالو سي بلاس بلاس. هالو بايسون. الكلام ده كله. فبنتعلم يا جماعة. اللي هو ايه الكوماند اللي بيطبع لي الجملة دي. فناس في السي بلاس بلاس عندنا الكوماند ده. وكله الاوامر بقى كده. كل الكماند صلى عندها فس بلاس بلاس. يعني كلها سمون لتر اولا. ويعني يعني ما حدش قولي ايه? انا هكتب السي لا او انيها دي كابتال. لا غلط. كل سمون. يعني سي اوت. طبعا اوت دي اختصار كلمة اوتبوت. اتنين لزان. مفيش عندك على كيبورد صغار بيعمل لك السيمبل ده على بعض. تمام? ثم بعد كده يبيعمل خلاص? وحط اي غسالة انت هيسر. لقيه. ولكم. سي بلاس بلاس. ثم خلصت ايوة عندنا بلاش رول بلاش بلاش گرامر بلاش احنا ما تعلم بوجرامج لانجر جيرج قلناك ده لو بما انك تعلم بوجرامج لانجرج فاسمه سنتاكس. اسمه ايه سنتاكس? ان ايلي مسي بلاس بلاس موس بي انديد وز مش دوربت. المال ايه اللي هي فصلة مقوطة اللي هي عندك على كيبورد حرف الكاف بالعرم تمام? اللي هي جال بالانتر الاولاني. ماشي? والدبل كوتيشن اللي هي حرف الطعن. تعمل هنا مرة وشفت دبل كوتيشن. واله هنا دي اتنين لزان. يا عارفين اللي هو اقل من على متين. شفت لزان مرة. لو شفت وار. كمان مرة شفت وار. فتديك ايه? القبريت وده والشكل ده. ده امر الطباعة يا جماعة. عايز تطبع اي حاجة عايز اقول اسمك تطبع اسمك سي قوت احمد هتو عامل برضو. سي قوت وتنين لزان وتكتب ايه? احمد. خلاص? وصين من كلهم طبعا فين الاخر. ده اول ايه? طيب الامر ده. انت بنت كوده? كتبت كوده بنفسك كبو جامر? لا انت بتعمل له بتنادي عليه. نفس. بنفس ايه? ايوة انت كتبت كود لسي اوت? لا. انت بتبعت لها حاجة توم طبعها على شاشة على طول. طيب مين بقى اللي برمج? السي اوت دي. لنا صغير نابو جامر ستنين. عشان ايه? عشان يساعدوك انك تكون كود احسن وافضل. رسلت الليلة دي. طب والكود ده موجود فين? في الهيدر فايل او اللي خاص بالانبوت اوتبوت. اللي هو اسمه ايه في الحالة دي? ايوة سترين. ولذلك ولذلك اذا فاكت لن يخلو اي برنامج في الدنيا حضرتك ها? هتكتبه ويزود ما يبقى فيها عشان كود ايوة سترين. طب والباقي باقي مين? استرينج دوت ايتش ماس دوت ايتش. كونيو. في كلام. يعني في كلام. يعني ممكن او ممكن لا. ممكن تحتاج في الكود بتاعك تستخدمها. لكن اللي ما فيوش كلام ومست ومش اوبشن. لازم اي كود او اي برنامج هتكتبه بسي براس براس تعملهاش لكود ليه? اتليست البرنامج ده السيمبل برجم او اللي هو السامبل اللي احنا بمشتغل عليه ده. لأ. فعندك انت مستخدم جملة او امر. امر ده طباعة. امر هي الطباعة. طباعة دي عشان تستخدمها ومين? او موجود فين? في الهيدر فايل او الابير فايل اسمه ايو سترين. طب لو استخدمت كوماندر اللي بيقره هنشوف بعد كده من اليوزر من الكيبورد اللي رسمه سي ان برضو محتاج مين? ايو سترين. فالخلاصة انه لن يوجد برنامج في الدنيا تمام? لن يخلو من انك يا تطبع حاجة على الشاشة يا تقرأ حاجة من اليوزر. عشان كده قلت لك خمسة هتحفظهم زي اسمك. من ضمنهم مين? عشان كنو دعي اسمه. خلاص? خلصت? وفهمنا ليه دلوقتي. طيب واحد سامع واحد من اللي عادين دلوقتي عبوا بيسمعنو اللي اقلق. يا عمر ما احنا رايح دماغنا. خلاص? واحفظ اللايبيريج فايلز دي كلها. عشان كنو دي سترينجرد ايتش و سي ماس ومش واي برنامج في الدنيا. يقول لي كده او سوري في اللبس. رازع له الهاشن كلود اللي بيعز دي وبعضها. طبعا الكلام ده مش صح. انا عايز واحد فاهم. عايز واحد عارف هو بيستخدم ايه وامتى وفين? مش بفكرة ايه حافظ مش فاهم. نجيبة. فيلم الفيلم ده? سلاسة اسفها غانونها بتاع نجيبة. لقى حافظة مش فاهمة عملة تحفظ كل حاجة لكن كابو جامل ما ينفعش في الحافظ. لازم تعرفوا انت بتكتب ليه وعشان ايه? هو ده اللي يخلي يبقى عندنا برجامة وده اللي يخلي عندها مش موجودين في اي حتة. تمام? معها يا شباب. فحضرتك ما تعملش انكروب لأي لباري فايل وهيدا فايل الا لو كنت هتستخدم فانشن او كوماند من اللي موجودين ايه فيه. احنا ممكن نستخدم عن السي او السي ان. فعشان كده اوتوماتيك في كل البروني تاعتنا قلت لك تحفظ اول السطر ده. واللوقتي انت مش حافظ انت فهمته. قلنا السطر ده اسمو ايه? احفظوا اسماني عشان بتسأل في الانترفيو زي يا شباب. طيب بابتدي بايه? ايه هو الديكتفزي كود هو كل كوماند يبدأ بهاش. طب ليه ما تسماش ان ده? يلا بقى بالمرة ان ده سي بلاس بلاس كود. خل? لان الديكتف كود مش سي بلاس بلاس كود. ده حاجة طب هو فين السي بلاس بلاس كود? فين السي بلاس بلاس كود? هو اللي يكتب جوه المين. ايه ده ايه ده ايه ده? يعني اي حاجة بره المين بيطلق عليها الديكتف كود? اي نعم. وصلت? لكن السي بلاس بلاس كود فاني? والكمبيلر عشان كده. ما بيبصش لاي كود ولا اي حاجة انت كاتبها الا اللي جوه فين? المين. وصلت يبتدي ينفس بقى ايه? ماشي? طيب? ايه هو ده مجموعة من هيدر فالز او الاربائر فالز. ده بفكرنا بالهيدر فالز دي يا شباب? زي ما جي لك مسلا اقول لك اي طلب عندي ايوة انا مش عارف اجيب ازاي بتاع اللي هو الجازراء المعادلة التربعية. والله احنا اخدناها في المس زمان بس مش فكرة. طب هنعمل ايه دلوقتي يا ابني? قولي ثانية واحدة ايوة. انا اروح للبائرة عندنا. تمام? ركز معي? راح للمكتبة. حلو? ده السف فندر. ثم دور على مين? على الرف اللي في كتب الماس. ثم دور على الرف اللي فيه الكاريكولاس. ثم فتح الخاص بكاريديوتيك اكوشن وفاين جزا سكور رود. جاب المعلومة عيف او التكنيك اللي بيحل بيه ويجيب مين? رجع قليل. زا سيم سيناريو بيحصل هنا في البرجامي. اي كماند حضرتك هنا بتكتبه جوه المين? لازم يبقى لهم ارجعية. يعني ايه اللي هو هنا انت عامل له. وصلت? وصلت? فلازم يبص. فالكود ده هيديك ايرور? ايرور? تمام? لو حضرتك نسيت تعمل ايه? انت جايب الكلام ده من وصلت? ان الدنيا كده بقت كليه. طيب نبسك السطر التاني. واحد يقول لك ايه? انا ممكن اشيل برنامج ده ويران. اقول له كلامك صح. واحد تقول لك لا انا ما جربت اشيله طلع ايه? اقول له كلامك صح. الحيرة دي حيارتنا والله. مش فهمين حاجة. لو هتشيل السطر ده يعني هتعمل كومنت? عافيني الكومنت? اللي هو كومبيلر ما تبصش للسطر ده. ده كلام خاص بي انا? ايوة. هيديك ايرور. ايرور? ايوة. طيب. مش عايز اكتب السطر ده. وكومبيلر ما يدينيش ايرور. ركز في الجملة دي. انت ايه? ايه? انت مجبر. انا مجبر ليه اعمل حاجة? عشان هنمسح بقى كده والنظف? عشان الناس ايه? تستوعب كلام. انت مجبر ساعتها? ايوة. قبل اي كومنت. تكتبه هنا. جوه المين? ماشي? نكمل بس سي اوت. تكتب قبلها السطر ده. اركز اس تي دي. نقطتين فوق بعض. وبعدين نكتب كومنت سي اوت. السطر التاني. اس تي دي. نقطتين فوق بعض. خلاص. ايه ده ايه ده. اس تي دي معناه يا شباب اقصر كلمة ستاندرد. يعني ستاندرد? يعني الحاجة دي العيارية او القياسية. هو ايه ده عني مش احنا قولنا عمدينه ستاندرد او ستاندرد او اه يعني كانه هنا باقول لك ان الكماند ده او الفانكشن ده تابع للستاندرد. باقول لك السيستم ده اللي هو الكماند ده تابع مين? طب ايه اللي يريحني? وبدل ما اكرر جملة دي الاستي دي رزيليوشن الابريتور ده اللي هو الدابل ده. اسمه يا جماعة للمعلومات كده للمعلومات كده. رزيليوشن اوبريتور. اه. خلاص? ما له بقى رزيليوشن اوبريتور ده. حفظ لك قراره مع كود كله? لا. طيب. ناخد مثال فريال لايف عشان نفهم ده ايه وظيفته اكتر. لوقتي حضرتك مسلا سي انك اسمك احمد محلق محمد علي ابراهيم عطية. مسلا في الاخر. كي? تمام? حضرتك اساكم في القاهرة. واتولدت في القاهرة. ولكو الاصل. الاصل ده في الصعيد. مسلا يعني. او في اي بلد. رحت فكرت بقى بما كبيرت كده وبقيت شاب في الجامعة منك تروح تزوره من هنا. رحت انتروا انا اسمه محمد. انا محمد يابن محمد علي. ايو. ايو انا اريب هنا وعيلة كبيرة. ايو ايو ايه? احمد علي ابراهيم? عطية. انت من عالة عطية ايه? اهلا يا ايه ده ايه ده ايه ده? الولد ده ما قال اسمه اسمه ممكن جده عادي. لكن اول ما قال لقب الفاملي نين بتاع العيلة اللي هو اخر اسم بينتمي اليه هيكرم او سوي ممكن ياخد بالجازمة بسبب الاسم ده. ده انتوا الكنصابين وحرمية وطير او ده انتوا ماشي هو ما عرفكش. هو ما عرفكش اللي قابلك ده. بس اكرمت او او حصل لك اتهند. بس ده على مين? على الجدة او سبع الجدة. وصلت. الناس مش عارفة الفروعة. ما خلاص ده بيتجاوزوا يخلفوا ده بيتجاوزوا يخلفوا ده بيتجاوزوا. هيقعد بايركز ده فلان جاب باحمد وعلي وعبير ولا سوهر وسامير. لا طبع مش فارق معي. فانت الخلاصة بتكرم او مهم سبب مين? انت في الاخر الفامليني ملقى بالعيلة بقى الاخراني ده بتنتمي ليه? the same thing we have. نفس الحاجة هنا عندنا. ازاي? دي كلهم او كل الكوماند مش كلهم. كل الكوماند اللي اكتبها في المين يا جماعة بتنتمي للستاندر. خلاص? فانت دلوقت مضطر عايز تقعف الكمبيلر خد بالك ان ده تابع الستاندر. الكوماند اللي بقى تابع الستاندر. تابع الستاندر. طب انت عايز تريح نفسك من العق ده. يوقع الفرصة ساعتها انك تكتب الجملة المجمعة ده. بص كانت والدك اتصل في البلد عندكو ايوة انا ابني جاي له. اتصل بعاجته. استقبله في المحطة. هو كده منع عنك انك تتوب وتسأل انك اول مرة زوج المكان هو فين بترجيدي او بيت العلاب تاعي او كلام. خلى ناس من عندكم من قريب كل في السعيد يستقبلك في المحطة وياخدك ومحزز مكرم ويوديك للبيت. اللي هو حتى بقى تسأل اه فين بيت فلان ولا امشي منين ولا وحفين. وصلت ده باستخدامك لمين? معناها بتقول عينتي كل الاكواد اللي جاية بعد كده جوه المين هكتبها بتنتمي لما يقع بمين بالستاندر. ساعتها انت مش محتاج تكتب استي تي دي رزوليوشن قبل كل كماند. استي دي رزوليوشن قبل كل كماند. وصلت. وصلت. طيب معلش هنظف عشان الناس ايه? ماتوا شي مني. وتبقى لسه فاكة شكل الكود بعد ما ايه? مادين يا بلد كده. يبقى تاني استيتمينت. لازم احافظ عليها او احافظها. خلاص? وساعتها بقى ايه? انا مش محتاج بكل شوية اعمل زي ما قلت لكم والكلام لكم. طيب. يبقى السطر الاولين خلصتها منه السطر التالي. السطر التالي. السطر التالي بكتب بدايته كده. اه. وهتلاقي في الكود بتاعناه على البيزنتيشن بيكتبه انت. وفي كوده التانية ما بيكتبوش حاجة خالص ويسبوها فاضح. ايه ده? معناه ايه? معناه ولا حاجة. ايه? ايه? اه يعني ولا شي. طيب بعد كلمة مين? بعد كلمة ايه? 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 طبعا ما هم يجدنا للسكرينج وتقفعت هتقصوها. معناه ايه? الجزء ده يا جماعة ناخده كده في التكلير. ايوة. الجزء ده جواه مين? جزء ده. جزء ده اللي اعمل له هايلايتر. شايفين كويس قوي? ده كزا اسم. اسمه المين برجم. يعني المين برجم البرنامج الرئيسي او الاساسي. او المين فونشن. الفونشن الرئيسي او الاساسي. الحقيقة ده الاسم ده بالنسبة لك. مين برجم. مش هقدر اوضحها لك دلوقتي. ان شاء الله انا اخد الزيت اكتب فونشن السي بلاس بلاس. هتفهم ليه سمي ايه? من فونشن. طيب. بيبقى البلوق كده متكون من ايه? من كلمة فويد. والتسعة انت. انت دي ليه اول تلات حوف لكلمة ايه? انتجر. ايه انتجر دي? معناه ايه? عدد صحيح. يعني ايه عدد صحيح? يعني ايه عدد صحيح? يعني فالديفولت يعني الديفولت يعني الكمبيلر بيعتبر انك بترجع عندك. وصلت? معايا ايه? مش معايا. طيب نكمل. مين? اي اي ان. وافتح الكيرفي بريس دوت. الاقواص المالوي. خد عندك خد بالك. انت في الكيبورد عندك التلات انواع من الاقواص دي. اهو. كلهم استخدمناهم هنستخدمهم في البرمجة. بس حتى الان انت خدت النوع ده وده. اللي في النص ده لسه. ان شاء الله نستخدمه مع توبك اسمه الاجرية. يعني اللي هو الملويين او المحنيين اللي عاملين زي البطيخة او السيركل دول. دول استخدمهم ايه? بعد كلمة المين. تفتح كوس وتقفل. اللي هو عندك هالكيبورد. اللي هو ايه شفت مع تسعة وشفت مع زيون. فتحة كوس وقفلتها. طيب والاقواص التانية بتاعت المجموعة اللي احنا ايه اه اناول تكون من واحد واثنين وثلاثة عناصر دية. وقفلتها. دي موجودة عندك فين مع الجيم ومع مين? ومع ال دال. خلاص? اللي هو فتحة القوس وقفلته. اللي هو ده معناه ده كده تفهموا القوس ده. انا عايز اكتبها لك الحتة فتحة القوس فتحة القوس معناه بداية البرنامج. او بداية البرنامج. او بداية القوس ايه نهايته. ما بينه ما بين الفتحة وكاتب الكتاب الدخلة. ما بين الفتحة وكاتب الكتاب. فيه الدخلة الكود بقى والاوامل كلها اللي انت هتكتبه. ماشي? في مشكلة في الكلام ده. فحضرتك هتحفظ فتحة ثم هنا مسافة. اول ما اسم لك المسلس ده. معناها عندنا في البرنامجة مش انك تسيم المسلس. معناها تسيب مسافة. ومنين? افتح القوس وقفله. وبعد كده افتح الاقواص بتاعت السيتس وبتدي اكتب مين الكود بتاعه. اول كماند خدنا اللي هو سي اوت. وتاني كماند هنا سيستم بوز. ايه سيستم بوز ده? ده عشان يوقف الشاشة عندي هم. طيب. مش فاهمين حاجة. هنفتح مع بعض دلوقت الكمبيلر. باجوها الستوديو. كمان? اهوت لاني باجوها الستوديو الفين وتسعتاشر. وهنكريت مع بعض كتيد ونكتب الكود دوت. ونشوف ايه? هنعمل ايه بالزبط. هتقول خلاص. طبعا الكمبيلر اللي بشتغل عليه وفاجوها الستوديو. يفضل انك تشتغل على محالش يقول يشتغل على حاجات اللي هي كود بلوكس او مش عارف اي كمبيلر تاني ليه? راجوها الستوديو من نوع تقيل وبياخد يعني مساحة لبقى سبيع على الماشين بتاعتك. عشان ده بيتابع يعني الكود اللي هتكتبه عليه يقدر يرن على اي كمبيلر في الدنيا. في اكوات تانية بتبقى متفصلة على كمبيلر ده. انا لا احبز ده. فهمنا خلاص اللي هي احنا نشتغل على فاجوها الستوديو. تاني حاجة. هونت بتسقطة بالفاجوها الستوديو. هضغطك دي باكتج من اللغاية. يعني اكتر من لغة برمانية. تختار منها مسلا سيء اللي انت هتشتغل على دلوقتي. سي بلاس بلاس. انا هنا مسلا سي بلاس بلاس بلاس. فمنزل اللي اتنين دون. ما علينا. هتختار اينا كونسل ايب بس بلاس بلاس. وتقول له next. خلاص? تمام? ده دي فولت ايه. سي بقى انت هايستغير. خلاص? اوي اوي. انت هتعمل ايه? الهالو بورجرام او. الهالو او ساعات ممكن نسميه مسلا ايه? ولكم. ولكم. تو سي بلاس بلاس. مسلا. نكتر كريين. طيب عندي بروجيكت بالاسم ده. ولكم تو. مسلا. كريين. بلس. ايه. احنا بيحاول بيعمل الفولدر والساب فولدر. اه. كمع? ده كده كريت لك جاهز اهوة. هادي مش قلت لك بيكتب انت المين. خلاص? طبعا هاشك كتب انت مين? وكتب ايه? شايفين الكلام ده? ايوة. طب لو مش عاوز ده قدنا نكتب هي. طبعا. حقيقة? احنا مش هنشتغل على البروجيكت بالطيقة دي. ايه? ما لا هشتغل على ايه? هنكرية احنا الفايل بنفسه. واصلا المعلومة دي كويس قوي. تمام? يعني هيه الكلام ده? يعني هنعمل باين نيو بروجيكت. خلاص? ونختار علي كونسول الابليكيشن. وهنختار المفوط ايه اميتي بروجيكت. يعني بروجيكت فاضي. او اميتي بروجيكت. بروجيكت اي فاضي. ما يكتب ليش بروجيكت. انا عايز انا لابني بنفس. وانسميه. بس حلوة. هو ده. ايه بقى ده فين يعمل? ده دنيا ما فيش. ده الاي دي. ايه الاي دي? حلو? طب وده او ده وده اللي هشتغل فيه. ودي بتاعت الحاجات. هلاقي هنا بص اسم البروجيكت بتاعه. جوا حاجة اسمها external dependencies. header files resource files source files. ايه الفرق? external dependencies يعني حاجات منبرة البروجيكت بتاعه اعتمد عليها. فحطها المفروض فين في الفولدر ده. header files فاكرين الheader files دي. حاجات files معانا اللي هدود اتش هحطها هنا. لو انا عايز من بره الكمبيلر. في بعض اللي هجائزة الامنسي فيه او الابرائز تانية تقدر تضفها. resource file تخد بالك resource وليس source. عندي resource files وعندي resource. resource يعني يعني مصادر اخرى. صور فيديوهات audio فحطها هنا. source files جديد الهتم مني. كل الفولدرز دي لا فكرة ما تقف عليها فاضية. فهتقف لعلى مين? على source file. ثم right click. ثم add. ثم new item. تاني. 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 هقف على source files. source files. ثم right click. اكي? ثم add. ثم ايه? ايه? ايوة. اول معلومة هتعرفها ان بتاعك في البيس بلس بلس بيبقى بتاع الفايل بتاعه. dot cbp. والنفايدة الاكستنشن ده بفي جميل. فاوتوماتيك لو عندك كود هنا ومصلت بالcompiler ده dot cbp. وضعب عملت طلب الكليك عليه. هيفتحه لك اعطوه فين على الcompiler ده. by default بيديده اسم كلمة source dot cbp. ارضيتك عايز تغييره. عادي خلص. خلاص? dot a عم حاجة cbp. ايه. اول ما تعمل كده بص عمل لك ايه? كريت لك فايل بالاسم اللي انت سميته. حطه جوة الفولدر اللي اسمه ايه? source ايه? طيب هنا بقى في الشاشة البيضة هتبتدي تكتب الكود اللي احنا تعلمناه. يعني هاش بص بقى انا البوبة بشغالة اللاين اوان. قلما تكتب اول حرفين بتلاقي ايه? sub menu وتفتحت لك وتقدر تعمل ايه? tab? تختار. انا افضل انك ما تعملش الكلام ده. يعني يهيد تكتب الكود بنفسك. خلاص? عشان تتعلم يبقى صح. طبعا او اعمل هنا عشان لها ابل. تمام? بعد كده ايه? احنا قلناه using name space. طبعا ده هتلاقي اهود. بعد كده ايه? اللي همعناه ولا حاجة. هتلاقي برضو من المحاحزات الطريفة ان في بعض الكيوود بيحصل لها ايه? تلوين. هادي الاقواص الكيرفي وهادي الاقواص بيكتبها لك. كده انا عملت ايه? كده اعملت برنان. ايه? ماشي? طيب. هنعمليه بقى بعد كده هنكتب اول جملة اللي ها سي اولت. شكرا ما تلوين مجبا لك. ونزل دناني لك. ونزل دناني لك. كده انا عملت بيحصل لك. ماشي؟ وماشي؟ هنعمل خلاص اكي. ونعمل بعد كده ايه? لكن تقول او هتلاعي عندك ايه? ايه? يقول ايه? كانت اوبن اي او سترين. اه شفت حلو اول. حلو اول اللي حصل ده. دلوقتي في هنا انا دست عالكيبورد كنترول كاترل كنترول مع اف خمسة. بعمل يعني نفز الكود. انا خلصت الكود. ورن. تمام? لو كود تمام وخالي من الاخطاء اللي هيحصل هيرن وينفز الكلام ده. لكن ايه اللي حصل? الكود فيه ايروز. نشوف كده مع بعض. طيب فيه زرارة تاني بدل كنترول في خمسة عالمة البلي دي. خلاص? يقول لك ايه? زور بيلد ايروز. هو بيبني الكود او بيحاول ما احنا رونا كنبيلر وترانسلاتور. وانا لسه في اول مرة. مفيش يعني كاترنة سابقة كويسة. طبعا ايه? ما قلوش ايه? ياس قلوا لأ مش عايزة كم. فبيديني تحت الايروز. شايفينها؟ مثلا باليه? كانت اي 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 استيم. اي 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 استيم ده? ده اي اي او استريم. يبقى دي يا جماعة. اللي انا بعملها على كيبودة عندي كاترل مع اس. انا متعود على كده. طيب. سيفت ايوه كنترول الف خمسة اللي اران او زرار بلي ده. بص اللي احسن. اهو. ادني الشاشة الصوبة. ادني ايه? البلاك سكرين. وكتب دي. ويلكم تو سي بلس بلس. وبيس اني كي تكون تاني. حاضر اهو. اختفت. ايه ده ايه ده ايه ده? انا كوت اه. انا العظمة اللي انا فيها دي. طيب. هقف هنا بعد ازنا حضراتك. ماشي? طيب. ثم هعمل ايوه. فاكريني البرزنتيشن السابقة. دي يحبها على الجامل. ملها. اخر سلايدز فيها. فين فين فين. اللي هو كان بيتكلم على اللي بيبور بيها الكون. فاكريني الرسمة دي. اهي. الرسمة دي. نفتكرها مع بعض. فاكرينها. يعني دي موقع ما كنت انا مفعل لغة برمجة. جافا سي شارب كوربين فورتران سي بلس بلس. بتكتب الكود بتاعك اللي هو السورس كود. فين? اهو. كده بقى نقدر نفهم الرسمة دي. هاش انكولود ايو ستريم. او انا عملتها فوريد مين مش فرقة. وهنا عرف قدام الفرق ده ليه? افتح القص وقفلو. سي اوت هلو والد او هلو سي بلس بلس. ويترن زير. تمام? ده السورس كود. بيخش على حاجة اسمها مين? البي بروسيسور. بيموضيفاء السورس كود. بيخش بعد كده على مين? على الكمبيلر. بيجنريت مين? اوبجيكت كود. بيخش على وبيجنريت مين? ايو. انا مش فاهم حاجة. الخطوات دي بقى كلها هنفهم عمل النهاردة عكم باية. ازاي الكلام ده? اول حاجة البروجيكت ده انا عايز اوصل لمكانه. انا مش فاكر هو باسه فين. فاعمل غاية تكليك على اسمه هنا. باسه هنزل كده. سخليكم معي. ادي البروجيكت بتاعي. او اسمه. البروجيكت يعني. طب انا شغال في ولكم سي بلاس بلاس دوت سي بي بي. انا عايز اوصل لده. اهو. ولكم دوت سي بي بي ده. لو فتحته باي نود بات تاني او اي يدته برا. عشان ما ساورو لكم. هو ده اللي في كود يعني عشان كله ده يسترين. الله 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 ده جميل او. يعني هو ده الكود الاصلي ايو هو ده الكود الاصلي. ادي اول معلوم. ماشي? فطبقا للغسمة اللي انا كنت بعرضها مع السورس كود ده. بيطلق على اني ملاف اللي هو ده. ولكم دوت مين سي بي بي. سي اللي هي لغة السي. بي بي اللي هي اقول الكلمة بلاس بلاس. عالفين عرامة الزائب اللي هي بيطلب عليها بلاس بلاس. ايو. يبقى ده في الرسمة اللي هنا ده السورس كود. ايه بقى? معنى يخش على حاجة اسمها بروسيسور. بروسيسور ده معنى ايه? جاي من بروسيسنج فاكرين بروسيسور يعني قبل ما يخش المعالجة في حاجات بنعملها. اللي هو مين? على السورس كود. وصلت الحاجات دي ايه? بيطلع لي موضيفاية السورس كود. الحاجات دي انا قلتها. بس هنشوف ها عامل. ايه بقى الحاجات دي? بيشيل اللي يبقى او ده ايوة ويحط محتويات الملف ده جواك. طب انا مش عاقف فين الملف ده موجود فين عندي. صح? طيب. يبقى انا عايز اوح على مين? على تمام? نوح بقى على مين? على ده عندنا. طيب في طريقة اوصل اسرع من كده. اه. جميل. بس اوبن فايل لوكيشن. بس هو ده ده الشورت كارت بتاعه برده. فين البرو بيت الشورت كارت ده بيوربني. انا هنا يا جماعة مستطبوا عندي على فين? على دي. بس في الباص ده. دي بورجان فايلز مايكروسوفت هاخد الباص ده شايفين? وهم حطهم. ماشي? خلاص? ده. طبعا احنا بنشتغل على مين? في سي. في سي اللي هو الباج واللي ايه? سي. ماشي? خلاص? طيب. هسيرش على جواه هنا اسمه انكلود. انكلود. اللي انا الكلام اللي كنت بقول هلو. يمسي لي مش مانجود هنا. خلاص سانية واحدة. ممكن بنعمل حاجات في الكومن. طبعا هنطلع عبارة كده ونصيرش هنا. ايها بس وادلناس. يهو. بس وادلناس. ولا ده ولا ده. سبحان الله. ثانية واحدة. اه 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 اه. ده مش في الكمل. ما عايز معش. شو هننزل كزا لغة هنا. ندور بقى بس. هو الباص ده اللي انا عايف. عايفت منيه ان هو ده الباص? في حاجات اهي? شايفت لا يبقى فايل اخر بتاعها طبعا. هعمل ايه? عايز اتأكد من ان في فايل هنا هنا في الباص ده اي او. طيب وهنا طبعا نفروب الموضع. البحث بشي نعم اي او ستريم. نعم يبقى بصدر كمان غلط. اي او ستريم اي او. هو ده. هو ده الباص ان شاء الله عشان لقيت اي او س اه. ده الاي او ستريم. يبقى ده فين الاي او ستريم. طب نشوف بقى بالمرة ستريم. والحاجات اللي انت كنت اعملتو لانا. وو ومن فى الحاجات Sara اي او تبقى الحاجات او ستريمًا ستريمًا جمعي شقعي ستريم ماس ماس طيب. المهم ان كل الهيدر فايل مفروض موجودة فين? في الباص ده. نرجع مسلا ده خلاص اهو. نيجي نفتحه مسلا بقي من دي. شايفين ده. مش وقت الابديل. نرجع للرسمة دي نفتكرها مع بعض. انا قلت بيخش على موديول. هو اسمه بيعمل ايه? بيشوف كله ويفتح الملف ده اللي موجود في زي ما فتحناه كده امانيوني. واعمل ايه? كنترول سي. كوبي. ركزوا معي. اعنوح لفين. وهشيل السطر ده. اشيل السطر ده. واعمل بيس. السؤال. السؤال. دلوقتي الكود بتاعي هو اللي انا كتبته كبو جامل ولا تغير? تغير. خاصنت على ما يقعب اسم ايه? اهو. يبقى السورس كود داخل البيب بو سيسور. ففتح الهيدر فايلز اسمه وستريم وكبير كل اللي فيها وحطه مكانها. اصبحت عندي الاول بتاعي من المنخلة دي موديفاية سورس كود. ينفع اقول هو ده سورس كود بتاعي اللي انا كنت كتبه كبو جامل? لا ده دايه الموديفاية. تمام? طيب. ثم ايه بقى تسمى? يخش بعد كده على مين? ده كله بيحصل انت يا جماعة في اجزاء مثل ثانية اول ما ادوس على زرار البلاي او المكافر ده بايه? بكنترول ايه? كنترول اف خمسة. تمام? كل ده بيحصل عاملات دي. يجريت مين? ايه 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 ده? ده لو مفيش. يعني لو انا مسلا نسيت هنا سيمي كولن ودست على بلايه بران. ها? هنا في ارور او في ارور اهو. قلو لأ ما تكملش. فين ال ارور? اه او في سيمي كولن مقصر. صلحت كده ايه ايه با تاني او بران ادي السيف اهي بادوس او بلايه تاني. اه في ارور مفيش. جنريت هو الوجيكت كود وجنريت كام ال ايكسي كود. ال ايكسي كود اللي هو الشاشة السودة دي اللي بنت حضراتكم شايفينها. طيب الوجيكت كود هو نفس اسم ملف عايزة تأكد. مش وصل فيه. حاضر? احنا فتحنا على جنب هنا. صح? ايوة? نخش على اسمه دي بقى. بص 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 ايه ده ايه ده ده? هو ده المرحلة اللي موجودة هنا. ما يخش على وتمام ما فيش اي ارز بجنريت مين? ال اوبجيكت كود. اللي هو ده بس اسم الملف دوت او بي جي. بعد كده فين? بيخش على ويجنريت نفس اسم الملف يعني دوت اي اكسي فين ده? اهو. هنشوفه دلوقت. ثانية واحدة. لأ مش هنا مش في اللي برد. نطلع قليكم معي اللي برد دي. اهو. شايف? ولكم تو سي بلس بلس. دوت اي اكسي. هو ده. رن? ايه ده? ما بيتشافش. قال لها. يعني انا البينامج بتاعي ده اكسيزه معي. عشان اشوفه. لازم افتح كومبيل او هنو? عشان اشوف الشيسة السودة ولا اوجه بتاعه? لا طبع. له حل? اه له حل. بنعمل تريكي كده حاجة تريكية ان انا بعمل وبعد هنا قلنا سترنج اسمه ايه? بوز. تبقى سمون بس كده. وسمي كون طبعا. او تاني اعمل حاجة. بس. تمام? خلاص. طيب. اشوف بقى الاوتبوت ده? فين? اهو. اما اجي بقى شغل ايكسي دلوقتي اهو. وقف سبتلي. ده خلى لي قضع شغل ايكسي لوحده من غير تمام? وهشوف الاوتبوت كمان. بسبب مين? ان انا عملت ايه? ها? وصلت كده فايدة دي ايه? فدي مش اصل في الكود بتاعي دايما. امال دي بعمل عشان اسبت الشاشة. بقول النظام او البرنامج بتاعي اوقف بوز. ععافين زي زغال اللي في الكاسة زمان او اللي هو بلاي بوز. وقف او اسبت على كده سابت هو ده. تمام? لكن اصل البرنامج كله اي معلمين هو سط واحد كود. سي اوت ولكم تو سي بلاس بولس. اظن كده ايه? الدنيا بقى تكرير. وفهمنا فين الدوت سي بي بي كود بالكتب? وفهمنا فين الاوبش فايل بتكريت امتى? وفين طب دلوقتي ده معنى ايه? معنى ان حضرتك لو عملت كود مهم ما تديش لزمي لك البرج كود. ما تديش لزمي لك السي بلاس بلاس كود. امال اللي قد دي له ايه المفروض? عايز تفرجه على حد منصحابك. تدينه الاي اكسي كود. الاي اكسي اللي هو موجود فين? بالفولدر اللي اسمه ده. اما ييجي بقى ايران الاي اكسي ده. هيلاع على طول مين البرنامج بتاعك شغل لوحده من غير كوباية. وصلت الفاكت دي كويس قوي? عزيم. طيب نكمل. نكمل ايه? كده? الحتة دي اللي قلناها المحاضرة اللي فاتت وضحت وبقت كلير. انها تبقى نظري شفناها عملي النهار. نرجى على مين للشابتر بتاعنا واجزاء البرنامج بتاعتنا اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده. للوقت يبقى كلير بالنسبة لنا كل سطر فين في الكلام ده. معناها كومنت. كومنت بيقول ايه? سامبل سي بلاس بلاس برس برس برجم. يعني ده ايه مجرد سامبل. هاش انكلود ايو ستريب سامبناي دايريكتف كود. وشايف اسمه ايه? بيخش على موديول مين? البري بروسيسور. فاكريني الرسمة اللي احنا قلناها في شابتر وان. يعني بيشيل بقى بيفتح الملف ده. اللي جواه السفور ده اللي اسمه ايه انكلود. ويكوبي كل من المحتوى اللي فيه. ويحطوه فين في السورس كود بتاعي. فاصبح الكود ده بقى مضيفاية مين? سورس كود. وقلنا يوزنج نيمس بيس ده? ده ايه? ويتش نيمس بيس تويوز? انت تبع انهي عيلة. يعني كودك اللي هتكتبه ده كله اللي تحت ده تبع انهي عيلة. تبع عيلة الستاندر. الاسمه استي دي اللي هو عيلة عطية. عيلة ابراهيم. فيه هتكرم هتتهزق بسبب ايه? انتمائك العيلة. ثم بعد كده هنا قلتلك ساعة بيتكتب انت وانا لقى افضلها. كل الكود بتاعنا بعد ازدك اكتب ايه? فويد. فويد مين. يعني المين ما بترجعش حاجة. طب هنا المين بترجع حاجة من نوع انتجر. بسبب جملة انت دي تمام? اضطريت اكتب زيادة تحت. اللي هي. ولازم زيو? لأ. ممكن اي انتجر بالي. مية. فاييه لازمته? ملوش لازم اسأل الجملة دي. تمام? فاشلها ازاي اعط حاجة ازاي ان اكتب تفاصيل الكلام ده وليه? هنعرفه اكتر معلش قدام. اعفوني ان انا شرحه دلوقتي. وهفكركوا بيه بعدين. مش هانسي. طيب. هفتح قوس الست وقفله. اللي هو بيجينينج او بلوكوف مين? او بيجينينج او بزا بروجرام. وهنا انجل بزا بروجرام. ليه? لانه قلتلك الكمبيلر ما بينفس اي اي كود بغى الاقواز دي. لازم كل كود بينافزه مين? اللي جوة الاقواز. فرجل هنا كاتب سي اوت. بس الجملة دي اللي هي هتطبع عنده على الشاشة. طيب. ايه ده? فيه بقى هنا بيقول لك في الكودينج تعرفها. زرة معنى في البرنامج السابق. زي الدبل سلاش. نقول لالسلاش الوحدة معناها الدفجن. الدبل سلاش معناها ايه? ها? بداية كومنت. تعالي خاص بيه. هاش بنسميها اللي هي قامت الشباك الهاش. ليه عندك عالكيبورد فين? ايوة مع زر تلاتة. تمام. اللي دي الزان هو مساميه يعني اقواص ايه? تفتح وتقفل. اللي هي بنكتبها مع مين مع الهاشنج لوت. الكيرفي براكتس. الابن اند كلوزنج برانسيز. دي بتستخدم مع نيم جروفين الفانكشن. والابنينج اند كلوزنج بريس. ده اسمه بريس. الاقواص اللي هي بتاعت الملموعة دي. دي عشان جروف ستيتمينت. والدبل كوتيشن. الدبل كوتيشن. قلنا دي دايما بستخدمها مع مين? مع حاجة اسمها سترينج. يعني يا جماعة بالعربي معناها سلسلة. عارفين السلسلة للتلبسة الواحدة دي اسمها ايه? ليه لانها حبات وارا بعضها ومربوطها ببعض. طب ايه علاقته ده? بنكتب هنا تيكست ايوة. لان تعريف سترينج هي ايه يعني حرف يا اكتر من حرف اما حاجة محصوب بي او متحاوب من دبل كوتيشن. تمام? هناخد السنجل كاراكتر اللي هو عبارة عن ايه? هو اي حرف محطوط ما بين اتنين سنجل كوتيشن. عارفين ايه الفائل ما بين دي? اللي هو اللي عامل زال ابوستروف لكن دي دبل كوتيشن على متى تنصيص. ده كده بقت سترينج لكن ده بقت ايه? كاراكتر. ثم في الاخر السيمي كولون اللي هي الفاصلة وعليها النقطة. اللي عندك عكيبو دي ما عندك عنده زراخ حرف الكاف. الكاف. تمام? طيب. ودي اللي هي end of programming statement. قلنا جملة راح احفظها زي اسمك. in statement in C++ must be ended with a semi colon. عظيم جدا. who's next? زي out object ايه. يعني ابتدي بقى نكتب ايه? نتكلم على اول امر. اصب مين? في بيقول لك اول حاجة ده مسؤولة عن output to the computer screen. يعني ده الامر اللي عايز تطبع حاجة عالشاشة او تزرح حاجة عالشاشة بتستخدمها. طيب بقى استخدم مع اللي هو ده. اللي علامة الوحدة دي اسمها لزان. اللي علامتين مع بعض لهم اتنين لزان ده احنا بنقولها بالمصطبق لا اسم علمي ايه اسمي insertion operator. يعني ده بعد ازن حضرتك تحفظه هتحتاجه اسمه insertion operator. ايه ال insertion operator ده? خلاص العلامة دي? ليه اسمه insertion? عشان كأنه insert لكلمة دي الفعل ده معناه يحشر او يدخل. كأنه التكست اللي عاوز يعمل ليه مابينة على متى التنصيص لهم السترينج دي. عاوز يحشرها عالشاشة. عشان كده ال operator ده اسمه ايه? insertion operator. طيب. ثم بعد كده بيعمل ايه? يحط ما بين double condition اي sequence of character. اي مجموعة حروف وارا بعضها هتظهر زي ما هي. ممكن تقول احمد فتحي. مين احمد فتحي ده احلام يا جمعة لقدها اسمي. مش عارف آآ آآ اهلا بعشرين عشرين. ويلكم تو كوفيد نانتين. اهلا بكورنا تسعتاشر. اي حضرتك حتحطها هتطبع زي ما هي لان دي ايه? فكرة وده امر المسؤولة عن ايه? عن طبعة. اود ديت عشان بس تبقى فاهمها. جاي من اول تلات حرف من كلمة مين? اول موت. وصلت. عشان بس تبقى فاهم مش ايه? مش خافز. اللعبة بقى بالسي اوت. يعني اللعبة بالسي اوت. طيب افرد انا عايز اطبع اكتر من استرنج. اعمل ايه? اهو رد يولي. سي اوت. ايوة. ها. فكي الابريتر دا اسمني. انسيشن اوبريتر. اللي هو اتنين لزان. ثم تحط الاسترنج الاول. راس فصلنا. ايوة. عايز اتبعى استرنج خدانية. تعمل كمان مرة مين? ها? اسمه ايه? الانسيشن اوبريتر. ثم الاسترنج التاني. طب عايز تعمل استرنج تالتة تحط مين انسيشن اوبريتر. ثم الاسترنج التالت. وهكذا. وفي الاخر الخالص تحط مين سيمي كولوم. السيمي كولوم دي ها? انت اوف استيكمن. دي نهاية الجملة بتاعتي. خلاص? ده شكل. اوكي? شكل تاني ممكن تأس. ازاي? كل استرنج ايه? ها? الانسيشن اوبريتر وما بيتدور كوتيشن هالا. وفي سطر جديد عمل سي اوت ها? زير. طب ساعة الطباعة هرتبعه جنب بعض. مش معنى انا كتبت كود ده بسطر وده في سطر. يبقى الاوتبوت بتاحهم هيبقى هالو هنا في سطر وزير في نفس سطر. ايه ده ايه ده ايه ده? معقول يعني الاوتبوت ده يعني اللي هزا غنيت ده هو نفس ده? نعم نفسه بالزبط. ماشي? طيب. ناخد مثال ايه. اللي هيحصل هنقول سي اوت وبعد كده سي اوت فن. هتبقى في سطر واحد ولا في نفس السطر. عشان نبقى مقتنعين اهوة انا بقول براغب ان كل واحدة في سطر الاتنين هيت ايه? هيت اهيه في سطر ايه? ايه ده? على رغم ان انا عمل دي في ام ودي في ام? ايه نعم. طب عايز افصلهم اعمل ايه? عايز افصل دي في سطر ودي في سطر. ايه تستخدم الكيوورد اللي اسمها اللي هي ايه? اللي هو اللي دي معنى خلاص? يا تستخدم حاجة تانية ايه هي? بص كده باك سلاش ان. ايه ده ايه ده? باك سلاش ان. ده او لازم احطه جوة لكن التاني شايف حطيت ازاي? عملت للانسيرشن الوقت نلزن وكتبت بعد كده الكيوورد من غير اي دابل كوتشن. شايف الفرق هنا وهنا? طيب نرن عشان نشوف الكلام ده. اهو. ما ترن? قص. بو جامن جائز وفن وكان دي بتتطبع ايه? او بتتكتب جنب فن. بس بما ان اعملت باك سلاش ان دي يعني انهيلي السطر اللي انا فيه ده دلوقتي بابدأ سطر جديد. فبريس اني كي تو كنتينو زهرت فين? في سطر جديد. وصلت يا شرب. نرجع تاني عشان ما نشتخش عن الكنتينت. طيب. what is next? اهي. بداية كلامي بقى. طيب. you can use ndl. عشان manipulator to start a new line. عشان نبدأ سطر جديد. this will produce two lines of output. اهو. راجل البرجام نجيز وعمل الانزيرشن اوبراتور اسف. بعد كده كتب ndl من غير مين دابل كوتشن. وبعد كده عمل في سطر تاني مين فان. ساعتها هيطبع ده في line. وده في line. ماشي? اهو. رنهلك على سكرين اهو. وفان فين? في سطر ايه تاني. اكي? طيب. بيأكد ان الاند لاين. خلاص? مافي. يعني كده ده غلط. همال ايه? بتستخدم الى على طور. ماشي? تاني معلومة ال ال اللي هنا دي مالها يعني يعني مش دي غلط. كل الكيووردس او او كماندس في السي بلاس بلاس فانا كده ايه ماشي? طيب. بديل للاند ال مش عايز استخدم حضرتك بستخدمين باك سلاش ان. باك سلاش ان دي ولها اخوتها يعني حوف تانية يعني فيه باك سلاش بي. سوي نكتبها احسن. باك سلاش باك سلاش ايه ده ايه ده. يعني باك سلاش يجي بعدها كراجطة وباك سلاش يجي بعدها ايوة? لها حاجات تانية. بتعمل عمليات تانية غير مين? احنا ما خدناش بس بد باك سلاش ان بيعمل بس لازم انت بتكتب اي حاجة منهم يعني باك سلاش باك سلاش ايه لازم تبقى جوة يعني جوة مين؟ الكلام ده اكس مين اللي احنا تكلمنا عنها من شوال ان دي ال. ان دي ال مش محتاجة اما دول محتاجين ايه? يبقوا جوة يعني جوة دبل كوتيشن. لهم اسم الجماعة دول اسمهم اسكيب سيكوانس. اسكيب سيكوانس متسلسلة لهو. ازور اسكيب انت عندك اللو على الكيبورد على اقصى الشمال فوق لو اي اسي سي. طب ايه اسكيب سيكوانس دول? كل اسكيب سيكوانس بيمتازه واني لازم يسبقه باكسلاش ويجي بعدها بس. ليه? هو اللي ليه? زي مسال باكسلاش ان هو دي معناها ايه? بيعمل لك ماشي? لوا سطر جديد. حطوا هو راجل بدأ نعمل دخل وعمل فن فكان نتيجة زي اللي فاتت بالزبط. دي بسطر ودي ايه? بسطر. ماشي? طيب. هنجاوب على ليه قبل الحوف دي باكسلاش بس ما نيجي نشرح على مشاوانس مشاوان الله. بعد كده بيقول لك هو بيتكلم على جزء جزء دلوقتي في البرنامج. بيعمل ايه? اظن كده مفهوم. يعني احنا شرحنا عملي. اللي هو مسلا حضرتك عمل لها شنكروت. ده فايل اسمه بيعمل ايه? اللي موجود ده اسمه وشفناه كويس اوه موجود فين? عملي. بيفتح الفايل ده ويكوبي كل اللي فيه ويشيل السطر بتاعش ويقدسه مكانه. دهو ماشي طيب. تاني معلومة قلتها لك. كل يعني كل الجمل اللي بتبتدي بهاش. دول اسمهم ايه? ما لهم? دول مش طبع بتاع السي بلاس بلاس. ماشي? طيب. وعشان كده مابنحبتش في اخر. ليه? لاني ده خاص من السي بلاس بلاس. كن شوية عمال الدنيا تتفتح قدامك وتفهم اكتر. ده بتاع ايه ومين وفين وليه? ماشي? الحقيقة الدنيا مش هتفضل كده. يعني مش كل البرامج اللي هنكتبها. هالو ماي نيم? هالو احمد? هالو عبير? والكلام ده كل. ما ليه? انت محتاج تقرأ داتا من نيوزا. صح? داتا? ايوة ايه داتا? يا نيوميك فاليوز. يا ارقام يا خوف. فلازم تتعرف على مين? على ما يوضع باسمه. المتغيغات. البرامج ده بالنسبة لك. البرامج بيترجم على طول بتحفظ جملة زي اسمك. مين 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 مين? مين مين? مين مين? مين مين مين? الميموري دي مقصول بيعملين انت بروغرامر ما بتتعاملش غير مع دي. النوع ده رام. راندم اكسس ميمو. فاكريني ما كنا بنرسمها? ولا لا مش في الكورس ده? في الكورس ده. في المحاضرة اللي فاتت. لما رسمنا غامات دي عبارة عن مجموعة صح? قلنا ده البيت رقم زير وواحد اتنين تلاتة لحد البيت رقم لا بلا بلا بلا. انا في الاخر. كل سل من دول بتمثل لي ايه? ماشي? تمام? طيب. ايه بقى? عبارة عن ميموري. يعني بمحاضرتك بتعرف بياخد حتة من ميموري. بتعرف تاني بياخد حتة تانية من ميموري. ايه ده ايه ده ايه ده? يعني اللام بتاعتك بتتملي من البيت رقم زيبالته بنفسه. يعني ايه الكلام ده? يعني كل حضرتك حاجزتها في الميموري بيفضيها. بعد ما متخلص شغلة على البرنامج ده. وإلا كانت تبقى مشكلة كبيرة. والمساحات دي تتملي كلها. والي حصل الكمبيوتر يهنج. اللي هو بالعربي او بالمستباه بتاعكم كمبيوتر يهنج. يعني يهنج. يعني مفيش ولا مكان فاضي فين في الميموري دي. فيستقبل منك اي امر او كمان. وصلت? طيب. ايه ده? انتجر ايتم. سميت اسمه ايتم. ايتم دي مش من ضمن الكلمات اللي اسمها او الكي. ها? الكيووردس. الكيووردس دي فاكرنا كلمات محبوزة بالكمبيلر بيتاجمها الاوام المعينة. زي الايه المين? الانت? الفلور? الوائد? الماضي مين? حضرتك كبو جامع بتسميها. بس طبعا ايش دنيا مش مفتوحة. لا قواعد للتسميع. لا قواعد لإنتفاير. انه مسلا ما فيش ما بين الكلمات لو الاسم بتاعك اقتها من كلمة. انه يبتدي يبقى اندرسكور يا بكاركتر. وبعد كده ارقام وحروف. ماشي? مفوش ايش الكاركتر زي هاش او دولار ساين او ات بتاعته الهتميل او كلامنا كله. فلو بصيت على ده. هنطبق عليه الكلامنا كله. انت دي ايه? ده داتا طيب. ايه داتا طيب ده? نوع الدياتا اللي انت عايز تسايفها في المين. مش فاهمين. دي اول حروف من كلمة ايه? ايه انتجر ده? يعني عدد صحيح. يعني عدد صحيح? يعني خمس. يعني اربعة. يعني مينس مين. ده العدد الصحيح. رمالي لعدد الكسر اللي هو اتنين بوينت فايف. ده ينفع حط في الانتجر? لا. طيب. اول مكتب للكمبيلر اف الكود انتجر ايتم. بيعمل ايه? بيحجز لي عدد الانتجر هنا. حتة ويسميها ايتم. في المين. يقول لي مسلا اتنين بايت دول تبع ايتم. اتنين بايت اه. ده الانتجر. ما احنا اتفقنا الموابع الواحد وان بايت. هو بياخد اتنين بايت لحساب مين الانتجر. بهمنا بقى اما معرف اللي هو اه لانه بيترجم ده. كن بالا هو بيترجمه انه هو بياخد مساحة معاناة في الميموري. لحساب مين? اسمها مين? اسمها مين? ايتم. ايتم مش ايتم معانا. خلاص نكمل. ناخد مثال او ده برنامج باية جماعة عشان كنت اي استرين. ادي الجملة الاولى السابقة بتاعتنا. ودي التانية. ودي التالتة. الربع الخامسة. اللي جوه هنا ما بين الاقواس ده الكود اللي بتغير كل مرة. ارى في انت نمبر. انتجر نمبر. سمى باية بل اسمه نمبر. وفي اخير اسمه نوع انتجر. بعد كده النمبر ايكول هي مش ايكول خمسة. يعني بيبدي خمسة جوه مين نمبر. ده بيتاجم في الميمور ازاي يا جماعة? اهو. اهو. الميمور عباها موبعات فاضية. اول بقى الانتجر نمبر حجاز بالاتنين بايت اهو. بسمى الحتة دي يا جماعة ايه? نمبر. بعد كده ايه نمبر بتساوي خمسة بيقوم كاتب في الاتنين بايت دول خمسة. بس الحقيقة ما بحطهش خمسة في الاتنين في الموبعين كده بالصورة اللي انتو شايفين عنين. مان بيمثلها مين? يعني بيجيب بتاع خمسة. ويحطها في عدد اتنين بايتس. اتنين بايتس يعني كام تمانية بيت وتمانية بيت يعني ستاشر بيتس. بس احنا مجازا بنكتمل رقيمة ديسمال في الاتنين دول عشان ايه لفها? طيب اطبع لي زي فالو اتنين ايه ده? لسه في ايه ده? لسه في عايز اتبع سترينج حطها ما بيندوكوش. يبقى ديها تنزل زي ما هي. بعد كده كرر اللي هو ده الوبريتور ده اسمه ايه? ها? الانسيرشن اوبريتور. وكتب نمبر اللي هو اسم ايه? اسم الفاريبل. اسم ايه يا شباب هنا الفاريبل. من غير دبل كوتيشن. اه. وده معناه ايه? معناه مش هيطبع لي انيو ام بي اي ار على الشاشة. مال هتبع لي مين? الفاليو. القيمة اللي هو النمبر. يعني هتبع لي كام خمسة. طب. انا عايز احس بالكلام ده. خاضر? هنروح دلوقتي على ونرن الكلام ده. ماشي? راجل عمل ايه? كتب انتجر نمبر خلاص? وبعد كده اده النمبر دقيق اعط نمبر. اه او اصايم طيب. بعد كده طبع خلاص. انا مش فكر النص اوي بس اكتهد. انه نفتكر. سي سوي دول قوتيشن. لعي احزان نمبر. اس. وبعد كده اعوز يطبع بقى القيمة اللي في المتغير ده فكتب اسم نمبر بس كده. بعد ان اعز بعدها سطر بليد نعمل انهيد السطر. بس. اعمل ايه? سيف. بعد كده ايه? اهو. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده. البرنامج ده بيعلمني حكتين. ازاي بالسي اوض. اطبع قيمة في متغير واطبع في نفس الوقت. فيه يحصل لو انا نسيت سهوا. تركزوا معك. وحطيت نمبر دي هنا دابل كوتيشن. انا ستقولك هديك ايرو. لا 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 خالص. نمبر دي دي. اللي جوة دابل كوتيشن ما بيقولش ده انت مسمي برا نمبر. ما لا هعمل ايه? هاتبعها زي ما هي. يعني زي ما هاتبع ني و ام بي او برس بلنا كده. اه زي نمبر. نمبر ده مطبعش خمسة ايوة. مش طبعا ما بين دابل كوتيشن يعني سترينج. انت ما ما فهمتوش انك انت تقصد الفاريابل اللي اسمه نمبر. انت بتطبع للكلمة دي اللي ما بين دابل كوتيشن زي ما هو فالراجي ننفذ. فيهبنا كده ايه الفرق? ما بين طباعة سترينج وطباعة قيمة لفاريابل او لمتغير. يبقى انا ايه لازم اشين من الدابل ديت عشان يعرف ساعة النامبر ده مش وبالتالي اما رن دلوقتي كده او هاتبع لي كام قيمة خمسة. ممكن اغيرها خمسة عشان تمانية مسلا. ورن شوف كده بقى هاتغير ولا ايه? اهو. بص كل من غير قيمة يطبع لك القيمة اللي ايه? الاخير اللي في. حل? ده كلام هاي. نريد نعمل. طيب. الراجل هنا بيفرق لك وبيأكد لك. الاتي. فيه كونست اسمه وليترال. وليترال ده معنى حرفي. اللي هو اتكتبت في البرجام كود. في الكود بتاعي. ففي عندي مسلا هالو زيل. دي سترينج هاي دي زي ما هي. يتطلق على سترينج لترال. عند القيمة الليها مسلا في الرقم اتناشر. ليطلق على انتجر لترال. ماشي? بيديك مسال اهو. انتجر ابلز. طبعا ببصش لللي قبل واللي بعد. خلاص دي سببت قلنا هتحفظ الخمس كمال دول. عشان كده وضع يسترين. تفتح قصر تكفيديو. انا عطوك ببص جوان مت. انتجر ابلز. اعرف متقرر اسمه ابلز. الطفاحات. ابلز عشرين. جدي اقيمة عشرين. اليوم احنا بعنا عدد كزا من الابلز. اللي هو خلاص? ماشي? وبعد كده اكملها مين بسترينجها تانية. فيقول لك التونتي دي تعتبر ايه? ماشي. الاتنين دول يعتبر ايه? 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 ده. ده ازاي تختار اسم جوه الكود بتاعها. يعني فيه زي ما سميها ابلز او نمبر. ايه قواعد التسمية من الاخر. ده ازا ابو جامر دي فاين دي نيم. يعني حضرتك اللي بتعرفي. اللي احنا تقدر تعرفه دلوقتي. لك ان شاء الله ما تدي اسمها هتبقى انت هتسميها لنفسك بنفس قاعد الايدنتفاير. نفس قاعد مين الايدنتفاير. واهفكرنوا بالكلام ده. طبعا. بفكرنا تاني بالسي بلاس بلاس كيووردس او الكلمات دي ما ينفعش تستخدمها كايدنتفاير. يعني ما تنفعش تقول غلق. او في او اي كلمة من اللي موجودين دول ما ينفعش تقدمها كايدنتفاير او كباريابولد تحط في قيمة. لان الكمبالر ما بيشوفهم بينفزهم على اوامر معينة وبيعتبرهم كمانتس معينة. طيب بيديك مثال اقول ايه فيها مشكلة? لأ. تمام? ايه بقى القواعد اللي تحددني اقول الاسم ده صح ولا لا? ينفع او ما ينفعش. اهو. زافر استكراكتر او في الا ايدنتفاير مصد دي. مصد يعني لازم. ما فيهوش زار. الفا بت يعني اي بي سي دي. يعني عاوز ابتدي اسمي ايدنتفاير. خلاص? يبتدي بايه? اي حاجة من ايه? كلام ده. ايه الاندرسكور ده يا جماعة? انتم عارفين علامة الناقص لجنب البلس. اما تدوس على شفت مع ناقص خلاص? بتعملك علامة الناقص بس لتحت. تحت ازاي بس? يعني عاستقول ايه? ناقص بي. شايف بس? بتكتب في نص الحرف. في نص البي وفي نص الا. لكن اندرسكور ايه? شايف الاندرسكور? عند دي للحرف. مش في النص زي الماينس. دي معنى اندرسكور. بتتعمل ازاي بي شفته مع ماينس. خلاص? عارفنا بدايتنا بقى. شان بس ايه? منظف الشاشة. قلنا. يا حوف. يا اي بي سي. خلاص? ام اندرسكور. ده بس فين? في اول لوكيشن. هدي اول قاعد. بعد كده ممكن تستخدم الفابت كاركتر. يعني حوف تانية. او اندرسكور كاركترز. او اندرسكور. يعني ممكن تقول ايه اتناشر. ده اسم الفابت صح? تمام. ايه واحد اتنين صح. تمام? كل ده صح. معايا? ماشي. ممكن تستخدم اسمول على كابتا العادي. طبعا يعني مختلفين. منتقلش ده هو ده. ممكن نجي لك في الامتحان مجموعة من دي وقولك على هيا ولاقها هي هي طبعا اللقام مفيش لكن لا. عشان كسر. فتوتل سيلز تدبحها. اه تمام بالد بالد. توتل اندرسكور سيلز بالد. خبص? توتل دوت سيلز. بسبب الدوت فاقلت نو. كانت كونتين دوت. يعني اي باية ما مينفعش خط في النقطة. ليه? لانها لها ايه? دلالة بعدين هنقولها. ابتديت برقم. ينفع? لا. كانت بيجينوز ديجت ما اضعش ابتدي برقم. ماشي? طيب. توتل تمام سيل تمام دولار. كانت كونتين شايفت كلمة كونتين مش كانت بجين او ان. يعني لا يمكن ان يحتوع على زي الدولار. الهاش. العلامات دي ما ينفعش في يبقى اي حلما من دول. لا في الاول ولا في النص والا في الاول. تمام? اعتقد قواعد اللي نتفرر بقت كدير دلوقتي. طيب. انا بقى افضل قبل ما كش في ان انا هشرحها على الوايد بوقت. نعمل تقول ايه? تليم. في حاجة اسمعها عندنا ايه? ايه اللي نوع اللي هتختار هون? حاجة من اتنين. يعني اقام صحيحة يعني متني او ناس سعاد بتسميه والكاركتر مفيش غير له شكل واحد. هو داتا طيب واحد واول اول اربع حروف من كربة مين? ده داتا طيب. عشان بس كده ايه? نميزه. هنبقى الكاتيجوري هنكتبه بوين تاني. وطبعا خلاص? طيب الحياة في منها نوعي. سانية واحدة. ايه هم النوعين? اول تلات حروف من كلمة انتجر اي ان تي. خلاص? وفي ادي كلمة اي ان تي. اللي انتجر انتجر طويل. طبعا والفركشن. ايه منها نوعين? سمو كل اف ال او اي تي. والكبير بتاعها ايه? دول كده. البيزي الخمسة اللي هتستخدمون في البرمان. ادي واحد. ادي اتنين. ادي تلاتة. ادي اربعة. ادي كامل? خمسة. تمام? يعني ايه? تقدر تعرف اي تقول مسلا انتجر ايه? خلاص? او لونج انتجر بي. طبعا اخير حاجة سيميكون. او تقدر تقول دبل نبكي ده او دبل ده اسم وده اسم او او كاركتر كاركتر اه اي بي سي دي اي. كل دول ده وده بس ده من نوع وده من نوع وده من نوع وده من نوع وده من نوع. اللي اتنين دول فين? سوري. اللي اتنين دول ينتموا يعني الاعداد الصحيح. واللي اتنين دول ينتموا الاعداد الكسرية. ايه الكسرية اتنين وس? تلاتة اربعة خمسة كل ده تمام? ايه الاعداد الصحيحة? واحد اتنين اتنين. ممكن يبقى او نيجاتف. كل ده ايه? طب ايه الفرق ما بين ده وده? ويه الفرق ما بين ده وده من معلوم نفس الكاتجر. الفرق مين يا اخويا? الفرق يعني ايه بحجز كام بايت في الميمون? لو خلاص بحجز اتنين بايت. طيب لو بحجز كام على البايت سعاد. الفلوت اربع بايت. الدبل ثمانية بايت. هو one by one by لين كلام ده وهو ده اللي راجل كام هيقوله فيにسلايدي. ماشي. احاا. في الشرطة اتنين بايت وده رينجل encontrar. في انسان شرطي انتيجر في كام اتنين بايت. في انتيجر اوربع بايت. في انسان الانتيجر اربع بايت. في انتجر. بس 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 احنا اطلق بطنة. في حاجات اتنين بايت في اربعة بايت في تمانية بايت. انا هتعمل مع مين? مع ده وده. ماشي? وده على فكرة اختصارا بتقعلي وبس. ومكتبش انت. عايز تكتب او بس اعطوا اتنين واحد. هل? هتعمل مع انت ومين? طب عايزة افهم بقى الكلام اللي هباشتكنات لقب لك. كلمة والحاجات دي معناها بعلامة ولا لأ? بعلامة يعني. يعني فيه وفيه العلامة اللي قال الاشارة خمسة ونجاتف خمسة. ماشي? وفيه خمسة وست ومش احط على مال. حلو. طب ده يفرق فيه. مش احنا قلن ان اي ارقام بتتمسل في صورة مجموعة من البيتس. والبيت الواحد فيه مجموعة من البيتس ايوة. فكام من اللي بيحصل? بيتاخد كده على جنب. بيت تاية. ما بقولش بيت تاية. ايوة. ودي واحد مسلا انت تبقى زيو تبقى نيجاتف. يعني لو تحط في القيمة دي. والباقي باية البيت من واحد وصفر يكونوا الارقام كلها. فده بيقصر. بيقصر ان انا حاجات بتاية ولا حاجة زي كبا. طب لما اقول انسايند. ما اقول انسايند انتجر لأ يبقى البتاية دي مش محبوب جوزة. استخدموني كل البيتس المسودي فيها كل الارقام. ومش هحط خلص ده معنا سايند وايه انسايند. عموما انت مش هتعمل او مع الحاجات دي غير زي ما قلت لك اللي في الانتجر هتعمل مع الانتجر ومين? واللونج انتجر. طبعا. مساله اعمل انتجر لينس انتجر ويتس تون العرض. اعمل هنا انسايند انتجر رية. مش قلنا مش فاعل معنا انسايند. بس انت فاهم يعني دلوقتي انسايند. اعمل تاني انتجر لينس وكوما ويتس. بما ان الاتنين ده بنفس النوع. بما ان الفيابولين ده بنفس النوع. ممكن ايه? افصل ما بينهم بايه بكوما مش سيمي كولوم. وخلص. الطيب ده او مساحة احضت مين? سيمي كولوم. يبقى دي اول تعلمها انت بحط كومة. لما اتعرف اكتر من كلهم نفس النوع. وهنا ده مختلف مع ايه نفسه. المساله هو عرب او ده او ده تاني وده تاني وده ايه طيب. ابدأ قيمة انتجر بمينس ايه 20 تاوسعين دعمتر با ميت الف كام . سيمي كوان ايه ميز او كازا ميز. اوع انتجر coming to balance is كازا check-in. light years in diameter كذا, diameter and so on. بفكرنا بالانتغر لترالز والسترنج لترالز ففي الابزامبل ده ماينس توين دي اربعة الاف وكزا ميت الف وكزا دول بتقل عليهم انتغر لترالز وها كزا. طيب. ديتا طيب. حاوز امسل احتفظ بكاركتر في النور. فبعرف بكتب في ناس كتيرة بتنطقها كار وفي ناس تانية بتنطقها شار. لا عايز لا كار ولا شار ولا غار. اما لا عايز ايه تولي بغنها بحوف بتنطقها كاملة. كاركتر. كاركتر. لتر. وتدي للتر ده مبين سنجل كوتيشن الحرف اللي انت عايزه. في الميموي بقى ما بيحط الشكل السي. ما بيحط مين الاسكي كوت بتاعه. انت خدت في كورس الانترودكشن ان كل باليو لها او كل كاركتر لها اه فايسز. لها الوشين. شكل واسمة الحرف. ولها مين الاسكي ايه كوت بتاعها. تمام? يعني خطي خمسة وستين ده لتر ايه? خمسة وستين. اكي? بي تبقى كام ستة وستين. وصي كام سبعة وستين. فيخز الاسكي تكون بتاعه. طيب. اهم حاجة عشان اقول ان ده كاركتر لازم احط ما بين ايه? مش دابل كوتشن. خد بالك. لو انا جات للايه كده? دي على طول بتاعها ليه? قلتك ون ومو كاركتر. لكن دي ما بين سنجل كوتشن تبقى ايه? قل لي وان كاركتر. بس? بيدي مسال اهو لبرنامج زي ده. ممكن ايه? ناخده بعد ما نفهمه ونشوف ايه غانا بتاعه. كاركتر لتر قدر لتر حرف الايه? سي او تلتر. يبقى المفروض اطبع ليه لحفل الدور. بعد كده لتر ده غير الفاريابل اللي فيه خلا بيه. سي او تلتر يبقى المفروض اطبع لي مين بي. او داس المستفاد هنا. الفاريابل. ماله. فاريابل يعني متغير. يعني متغير يعني قمتم السبت. فاول البرنامج خد قيمة اللي هو حرف الايه واشتغل عليه وطبع. بعد شوية تغيرت القيمة من ايه لبي? تمام? فده ما عمل عليه وزي النوع مستي او طبع اخر قيمة ولا يسامين او القيمة. وعشان كده يطلق على الفاريابل نوع فاريابل يعني قمتم ايه? غاني البرنامج. لو خدنا الكلام ده. او كي? وغنوناه على الكمبيل او بتاعنا. شوف الاول بتاعك كلم ده. ايه بعد اعني. سيو. بن كنترول اف نمسا اوان. سيستم او. او. او سطره طبعا ايه وتان سطره ايه. اما البرنامج اللي او بي. ومستنيين ايه كي تكونتين. كما? ماشي. سهل البرنامج وبسيط ومفروش اي مشكلة. باي. وده الاوتبوت تحت او زي ما حضرتكوش شايفين. ايه? بساطة وي ايه? بساطة. باي. كراكتر ستاني. دي كونسبت جدا او ده كونسبتون لازم تعرف. من اي عندنا. يعني اي جملة سيكونس او كراكتر. اخر حاجة لازم تترنيت بالكراكتر ده. اللي هو باك سلاش زيو. ده كراكتر? او كراكتر. اسمه ده له اسم. يعني يعني زي اوال حاجة. او نهاية. فمسلا زي دي خلاص. يعني في نهايتها اللي هو الكراكتر اللي اسمه ده. طبعا ده بيبقى شكلها في الابرية. بما ان ده كده. هالو واخيرا اللي هو معناه. طبعا. في عندنا هيدر فايل قلناه اللي هو اسمه ايه? سترينج بوت اتش. او عمل له عشان كون ده سترينج. وقدر استفاد بقى ان انا اعرف مين ده استخدم داتا تايب اسمه سترينج. واعرف ايه كبير. بص كده. انا مش فاهم حاجة. انا كلمتك عن خمسة اساسيين. صح? هي هم الخمسة اساسيين دوت. الانتجر واللونج انتجر والفلوت والدبل الكراكتر. كبتلك سترينج? لا. طبعا لو عايز اعرف او اشترع السترينج هو ده لنا بتكلم عليه. لازم تنقلو بالهيدر فايل وتقدر الساعة اتعرف ايه والاسترينج. تقدر طول فيسترينج بجوش. واشنطن. يبقى اطبع لك اللي في المكان في الكلمة دي ايه? والفاريابل اللي في الكلمة دي ايه? وما بينهما مين. وده المسال اهو ده الكود اللي بيوضح الكلام ده. ناخده ونكبيره ونرنه مع بعض عشان نشوف ايه بتاعه. اهو برضو الموضوع ده افوش من سيستم بوز. سنع واحدة. هنا طبعا في اهو وقت نتيجة الكابي من تمام? كده الدنيا زبطت اه بس بوز بغلت دابل كوتيشن انفع. الله. اذا نحطها كده تمام. رن فين ايه? او كنترول اف خمسة. رن الكلام ده اهو. ماي فيفورت موفي از ويلز اوف فار. اهو فين الكلام ده? اجل عرف اللي هو موفي تايتلز اللي هو ويلز اوف فاري. خلاص. وحط طبع وطبع اللي جوه مين اللي اسمه هو في اللي هو موجود هنا هو. فالاوتبوت كيلير وواقع. نرجع تاني الباوربوينت اهو. ده الاوتبوت. اللي هو اول حاجات الكسر قلنا عندي نوعين. يا فلوت يا دابل. فيه طبعا الكريم بتاح ملالونج دابل بس ده مش مستخدم ايه الفائمة بالاتنين? عدد البايتس اللي في الفلوت اصغر. والدابل ايه اربعة بايت ده تمانية ايه بايت. الفلوت ده زي ده اتنشر بوينت فو فايف مينس سي بوينت ال ايت. كل دي فلوتنج بوينت. الفلوت اربعة بايت. الدابل كان تمانية. واللونج دابل كان تمانية. ده مسال. على الكود بتاع الدابل. ان هو نعمل ومس وبعد كده ايه? طبعا الدستانس كزا والمس كزا. وطبعا ده رقم ايه? دابل. فعاوز يوريك ايه التأسير والعود بتاعه. فده ستريت فول. فيه داتا طيب تن اسمه بول. بول ده اختصى لكلمة بوليان. بوليان دي معنى ا او لا. يعني ايه قبل انجلش? نعم ترو. لأ فولس. فالبوليان داتا طيب يمس لهو اللي اسمعته او ايه او فولس. الفوليابون البول بيحصل بتتخزن في المهم كانتجرز واحد او ايه او زين اه او لا. فهو حقنا بول ده رقيمة يعني بواحد ده رقيمة فولس يعني فنشد في المهم كامل زينو. يعني انا بتعمل بالكيوورد دي كلها اللي هو يسعوا كلمة بول او تو او فولس. لكن في المهم بيحط مكان تو واحد ومكان فولس ايه زينو. الناس تبقى فهموا الكلام ده. وده طبعا ايه برنامج اجزام بالليه. عرض بول اسمه بول فاليو. بقى كاسي او بقى كاسي او بول فاليو. بعد كده بقى كاسي او بول فاليو. فما طبع ما طبعش فولس. لما طبع ايه واحد وزيو واحد مكافأة لطور وزيو مكافأة لفولس. طبعا. عايز احدد. ايه يعني سايز الانتجر. اول ما حد سألك في انترفيو ايه والسايز بتاع الديتا طيب. كله ماشين دي بنت. مين? يعني يعني حسب المكانة اللي معي. طبعا في ناس المكانة بتاعتها ويندوز اربعة وستين. في ناس تانية بتاع حكام اتنين وثلاثين. او الاسم افتاعه الجديد بالحل سايز اك ستة وتمانين. ما ده بيحدد للسايز. وكمان على حسب عدد الرامات اللي عندي. الرامات اللي عندها كبيرة ولا لا او صغيرة. فاقدر اتعامل مع كل الكلام ده الزي. طيب واحد زنقت اكتر. مش فاهم يعني ماشين دي بنت. انا عايز اعرف تقول لي كان هنا وكان هنا. هاضر على عيني. في اسمه اسمه ايه? سايز اوف. ما بين اقواس احط له حاجة من الاتنين يعني اكس اي بي سي يعني احط له داتا طايف. دابل كاركتر زي ما انت عايز. وبعدين هيتبع لي رقم ان انتجر اتنين اربعة ستة. ايه اتنين اربعة? اتنين بايتس. بايتين. ده او اربعة بايتس. بايتس اربعة بايتس. حل? طيب. ناخد مثلا اعمل دابل امون. سي اوت ادابل از ستور دين. وكتب. سايز اوف دابل. فهيشوف الدابل ده. كلمة بتاخد كام بايت في المكينة دي. ويقوم طبعا لك المكافئ لها. اعمل امر تاني. سي اوت امونت از ستور دين. سايز اوف امونت. هنا المرة دي. هو بدل دابل حط كلمة ايه? امونت. اللي هو من نوع مين دابل. فهيشوف نوع ايه? ويشوف نفس مين الكلام بالزبط. نحاول نجرب الكلام ده عشان نشوفه. ونسببت نفسنا. اقابل ده هو. امام? ونوح عالكمبيلر. ونشيل الكلام ده. ونحط ده. ده بقى مفروض ايه بقى مش هيك ها كده سطر الواحد ده. لانو تبع نفس الكماند. وده برضو تبع من نفس الكماند. يبقى لها عندي اتمين سي اوت بالشكل ده. عشان فيه رنة سابعة. نوفل رنة ده. ليه? عندي عن الماكنة بتاعتي بتاخد كم تمانية بايت? عندي لازم باوت تاخد نفس الحكاية لان ايه تمانية وايت. مهم الناس تبقى فاهمة ايه الكلام ده. خلاص? طيب. غيب انا قلت لك من شوية علامة اليساوي دي. مش ماش يساوي مش ماش ما اسمه ما اسمي يعني عبداله قيمة بردائية. اهو. راجل عرب باية بل اسمه استخدم اللي هو احنا بنسامني وساوي بس الاسم العلم بتاعده ايه? وده له قيمة تمام? لو جينا اسمنا ده في المموي يعني بياخد اتنين بايتم اول مرة بقى بعد كده اداله اتناشة فيحط هنا كان واتفقنا اتول في دي مش هتحط اسمه مال هتحط مين بتاعه. طيب ينفع قول العكس طبعا ده كلام فاني جدا ينفع قول استحالة غلط لازم يبقى يعني وهنا يبقى قيمة يعني حاجات مضوبة في حاجات ما اسموها في حاجات اللي هو هيقول في الاخر حزبة معاناة تحسب. لكن لا يمكن اللي هنا ده يبقى ازاي? يعني معنى تسوي لا يمكن. كنان? واضحة المسال تلك. ان حضرتك بالدكلير عن وتحدد نوع وتدير باستخدام ده مش معناه من طول برنامج هفضل بالقيمة دي ممكن تتغير بس دي قيمة الابتدائية اللي ممكن ياخده. ماشي? ماشي? كان ممكن يا بعضهم يا كلهم. يعني اعرف ان ادقى كومة خمسة كومة اريا مادهش حاجة ليه? لان في الاريا لو الاريا دي كانت بتاع مستطيل هتتحسب بيزد على اتنين دوت. ننفعش ادقى كومة داي. فاقول صح? لبقى القيمة دي بيزد على القمتين اللي ااخدهم اللينس والاي والويتس. فدول خدوا اما ده ما اخدش اي قيمة. تمام? ناخد مسال اهو. عمل الراجل على عملت برنامج عن المونس. انتجر منس باتنين يعني شهر اتنين فبراوي والدي كان تمانية وعشرين يوم. بكزا. يعني شهر اتنين في تمانية وعشرين يوم. اهي ده الراند بتاع الاؤتبوت مانس تو هز تونتي ايه ديز. دي ايه مش هنتكلم فيها دلوقتي. عشان ممكن تلقبت الناس. دي بس المعلوماتكم ممكن اقولها كده هنت عنها. اوتو دي بس بتبلغ انه يقدر يحدد الديتا تايبس من خلال يعني ايه الكلام ده? ودي يلاقوا حبزة. يعني ما تقوليش اوتو تكتب اوتو وتسمي اسمي بتساوي من غير ما تقول ده انتجر ولا فروت ولا كاركتر. فهو اوتوماتيك الكمبيلر ما يبص على الو دي اتناشر يوم اوتوماتيك ده اما تقول اوتو ما بين ده المفروض ايه? ده اه داتا تايب كاركتر. فكأنك كاتب كاركتر. نفس الكلام اوتو كاستر نام اربعة خمسة ساعة اللي دي لونو يبقى اوتوماتيك ديكتلون. ايه لازمته? السكوب. ايه ده? ايه المقصود بالسكوب? السكوب دي دايما كلمة بتطلق على الفاير. السكوب بتاع الفاير. ماذا رؤية الفاير? يعني ايه الكلام ده? يعني دلوقتي لو انا وقف قدام حضراتكم في قلب المحاضرة وباصص على البنش الاول. فبقول السكوب بتاعتي مقدرها يعني انا شايف كم طلب قدامي الطلبة اللي في البنش الاول. طب لو رفعت راس السنة فالسكوب بتاعتي زادت. فشفت الطلبة اللي في البنش التاني والتلاتة والرابعة. بصيت لاخر المدرج. يبقى شايف السكوب بتاعتي كبرت شملت كل مين الناس اللي عارض. فالسكوب بتاع الفايرابول بالبساطة كده الفايرابول ده متشاف منين لتين. على مستوى مين البرنامج? زبعت الجزء اللي في الكود اللي الفايرابول ده متشاف فيه او اقدر اكسيسه ده معنى السكوب بتاعتي. ماشي? طبعا معلومة على جنب يعني ما ينفعش تعرفي ما تعرفيش النوع بتاع الفايرابول ده وتستخدمه. دول سي اوت اكس. وانا معرفش اكس ده اساسي. طبعا ايرو. هقول لك مسال اهو. ادي مسال اهو. سي اوت فاليو ده ايرو. هو فاليو دي كامل. والله هي. اه ده انا حضرتها باعة. ده مصيبة سودة. انتجر فاليو مين. لا. الصح اللي تدي تبقى قابل وباعة كاسي اوت فاليو. ماشي يبقى البرنامج ده ايه? ايرو. وعرفنا ايه سبب الايرو. لازم اعرف الفايرابول الاول. وبعد كده بقى ايه اتعمل معنى. طيب.